اشتركوا في القناة لقاء الخميز يبدأه المهندس عدل بداية جدلية عندما يكون هناك إصرار على إيه بقى أستاذ زبرين كل كلمة تتقال عايزين ياخدوها في السك اللي هم عايزين يدعنوا في أمينها بيه يوم يقولك إيه هو أنت بتقول الإنسان ابن ثقافته ابن المكان تقصد إيه المكان هو الظرف هنا بمعنى الظرف يعني هل حد عايز يفهمني إن ما كانش كل الناس ها الثقافة اطلع عشت من الأهلي وقتها اطلع هاجم الأهلي اطلع إيه والحقائق بالنسبة للأهلي فأنا قلت لما تكون موجود في المناخ ده ممكن تتصرف كده وترجع تراقب نفسك وتندم كما حدث مع إمام عشور ولكن أنا أحاسب الشخص لما يكون عندي ويعمل كده زي ما عملت مع إمام الرجدي لما سب جمهير الزمالك صحيح ورافض الأهلي روض مجلس دارة وقتها يوم ياخذ بتاعي وقولك أنت بتقول على الزمالك لا الزمالك ما تستخبوش وراء الزمالك الزمالك كبير قوي محترم قوي تاريخه كبير قوي أنا بتكلم على الفئة اللي عايزة تدعي أنها بتمثل هذا الكيان العظيم بالأسلوب ده وانت جايب شوية نمازج على التدليس وتغيير المعاني اللي عايز بقى ياخد الكلام ده ومتصور أنه هو بيبتزن بيه هو حر لكن جمهور الزمالك المثقف الحقيقي فاهم أنا أصدق إيه فاهم أن أنا أصدق الناس اللي بتدعي مش الزمالك يبقى والنبي مش كل كلمة تحاولوا تاخدوها في السياق اللي يعمل على مذاككو أنتو أو تاخدوه أنه يعمل رد الفعل اللي أنتو محتاجينه أنتو أنا أتحدث عن ناس بتتجاوز في حق الأهلي فأرد أنا على الناس دي بس مش برد عز مالك الحقيقة برضو الحاجة الغريبة مش بس تأويل الكلام وتحريفه عن مواضعه لا ده اختلاق الأخبار والقرارات نفسها توصل لدرجة أنت تلاقي تصريح محطوطة فيه صورة الأستاذ عامر حسين رئيس دارة المسابقات بالربطة وتصريح على لسانه مكتوب يعني المكتوب ده منسوبا إليه أنه بيقول أنه تقرر إعادة مباراة الزمالك والمأولي بص بيقولك عامر حسين بيقول حسب تقارير الحكام والمراقبين سندرس إعادة مباراة الزمالك والمقولون بعد اعتراف الحكم وبوجود خطأ في تطبيق القانون وعدم احتساب ركلة جزاء صحيحة للزمالك بص يا جماعة ده تصريح مفبرك مش مية في المية ألف في المية لا أساس له من الصحة تماما عارم من أي صح لعمر حسين قال ولا الحكم اعترف ولا المباراة تتعاد ولا ينفع تتعاد ولا صحة لضربة الجزاء ولا أمين عمر تم استدعائه ولا اتحق معاه ولا أربع ساعات ولا راح اتحاده الكرة أصلا ولا راح سلم تقريره لأنه التقرير للناس ما تعرفهاش بقت بتتبعد بالإيميل من غرفة الملابس بتاعة الحكام فورا انتهاء المباراة يعني الحكم بيدخل قط اللبس وهو بيغير هدومه بيكتب الكام جملة اللي في تقرير ويبعتها بالميل من الموبايل بتاعه للجنة الحكام ده اللي حصل ولسه كمان مع انتهاء مباراة الجولة فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام هيعمل جلسة بكرة أو بعد ومع الحكام عشان يبدأ يستعرض حالات الأسبوع كلها والظواهر اللي حصلت فيها ويقولوا قراءهم من النحية التعليمية مش الناحية ان انت هتحاسب حد ولا هتحاقق مع حد ولا حتى مبارح مجلس دارة الاتحاد في اجتماعه لبص الشاك ولا بص الاحتجاج ولا فيه كلام من ده أصلا يا أستاذ برايم ما يحقق اتحاد الكورة ويحاسب اتحاد الكورة على الأخطاء وكل حاجة لكن بشرط ان تكون هذي امور حقية يعني قيل على لسان بيريرا كلام ان ده البريرا طلع يقول دي ضرب الجزاء مخالف القانون وبعدين التعليق على ان ازاي يقول انا مش مقتنع ما هو لم مقتنع عكس ان انا مش مقتنع ايه مقتنع خلز من يحسب يبقى هيروح يحسب طب لو انا ما حسبتش ومش مقتنع ايه الخطأ في في ان انا اقول مش مقتنع ما هو الاساس يا مقتنع يا مش مقتنع لكن الغلط في اللي محدش راضي يحقق فيه وتوقف عنده لانه حيبقى خطأ متكرر انه يتزاع هذا الامر بهذا الوضوح بالصدق ده يتزاع الملأ وكل ده بقى اللي كل العالم قال لك هذا غير خرق قانوني غير 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 وارد انه يحدث خطأ جسيم لا احد يتحدث مين المتسبب فيه عشان يعالج الاخطاء دي بعد كده لكن الحكم الغلطاني يتحاسب وهو هو اللي بيقوله خطأ في تطبيق القانون وكل الناس اللي اعتقلت خطأ التقدير انا مش هناقش اللعبة صح والغلط مش عايز اخلش في العتة دي انا عايز اناقش هو انت يا امين يا عمر السنة اللي اضع فيها الدوري على الاهلي ما كانتش ماتش البنك الاهلي استقنف يعني لا يمكن هنا القانون بقى هو ده الخرق القانون ولم تعاد المباراة تم استقناف المباراة حتى احراز هدف يعني انت مش 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 كرة ماشية وانت بتقول جؤن لا ده كرة تلعبت وتحركت واستقنفت المباراة هذا هو الخرق القانون ليه ما تعدتش لان الحكم لم يعترف انه اخطأ صحيح نفس الحكم والحمد لله اللي حصلت فيه مع هذه الوقاعة ونحن كل نادي حسس ان له يروح يطالب به بس من غير يعني خلينا في الحقائق اذا كنا بنأكد على انه ما نسب الى عامر حسين فبركة كاملة لم تحدث على الاطلاق الحلقة 858 يظهر فيها ملك وكتابة بشكل مختلف تشمل كل حلقة عددا من رؤوس المعلومات والموضوعات والقضايا المهمة وهذه ابرزها ما فيش فايدة من وحنا صغيرين حق الاهلي على جماهيره اكبر مبدأ رحلة البحث عن الداستان موعد مع البارسة انتبه يا اهلي جدة ابو ظب الممر السوبر سنائيات الاهلي سنائيات الاهلي تتوهج عيط يا عامر الكرة بالجماهير واسألوا عم امشير اهلا بالوزير للكاف بالامس في القاهرة كما تم اسناد ملف بطولة عشرين سبعة وعشرين للملف السلاسي تنزانيا واوغندا وكينيا المغرب كان متقدم بملف شامل جدا يحوي ست ملاعب على مستوى عالم من الجودة تم التصديق عليها وتجاوز ذلك بعد التزام بتحديث هذه الملاعب وايضا انسحاب الجزائر من سباق التنظيم الجزائر كانت مقدمة لعشرين خمسة وعشرين وعشرين سبعة وعشرين مع بعض ايهما تكمل فيه ولكن قبل الاجتماع باربعة وعشرين ساعة سحبت الملفين فبالتالي الدول اللي كانت منافسة للمغرب على عشرين خمسة وعشرين انسحبت نجحت المغرب باكتساح وكان الملف السلاسي لاوغندا وتنزانيا وكينيا وضع خطة المغرب في تطوير كرة القدم استضافة كل ما يمكنها من بطولات احداث كروية وغير كروية لكن بالتركيز على الكرة ودي كمان شفنا ان ازاي تطور فريق كرة القدم يعني بقى افضل فريق ممكن عربي افريقي كيف تطورت الكرة النسئية على نفس المستوى ده النسئية والشاطئية والشاطئية والصلاة اذا ما هيش صدفة ما هيش صدفة هي خطة وده بيقودنا الى ان العمل المخطط له يأتي بثمارة ايه بقى مشكلتنا احنا ان احنا نخطط احنا اصحاب الرياضة احنا اللي كنا بنقول ان احنا كرة القدم اوجدناها في افريقيا اذا حقيقي انما الاراضة الرياضية الكروية غير متوفرة لاصلاح اي شيء صحيح نفس المشاكل استاذ ابراهيم هي هي كل سنة نتكل كل سنة ايش اففال مالية ابقى قابلني اللواح المنظمة وتطبيقها بصرامة على الجميع ابقى قابلني نظام كروي ثابت على الاقل لثلاث مواسم ابقى قابلني ملاعب متنوعة تتسم بالكفاءة وشروط الامنية اللازمة وبقابلني كان كل ازم مؤكد لابد ان ينعكس على المستوى العام لوائح ودي قبل كل شيء لوائح سواء في قطاع الناشئين كل سنة تتغير والنتيجة ان في العشرات من المواهب بتخرج ما بتلاقي لهاش مكان مرة عارة مفتوحة مرة عارة مقيدة مرة قائمة انتظار مرة قائمة انتظار مرة الاجانب قد كده مرة وفي كله فجأة ويطبق فجأة بدون انك انت تدي فرصة للناس حتى توجد حلال حلول ومشاكل لحل المشاكل اللي حتتترطب على كده لا يمكن انتظار ها يمكن ها يمكن انتظار في المبادئ لازم حرد ده كلام مهم جدا اذا كانت المغرب تطورته وصلت الى هذا الحد المسيطر على كل البطولات ليبيا ايضا برغم الظروف اللي هي فيها بتحاول لملامت الوضع الكروي والرياضي فيها بتستعين بعدد مش قليل من المدربين المصريين كان اخرهم الكابتن احمد ايوب احمد ايوب مدرب الاهلي وابن الاهلي ومدرب المنتخب الوطني السابق تم تعيينه مديرا فنيا لنادي البروج الليبي سابقوا الى ليبيا ايضا والى المروج موجود في المنطقة الشرقية قرب بنغاز لان الدور في ليبيا قسمين قسم الشرق وقسم الغربي وبعد كده بيتقابلوا في الادوار النهائية ايوب في الجانب الشرقي لنادي البروج احد انديت الدور الممتاز في الغرب زميلة وايضا مدافع الاهل السابق سامير كامونة مدير فني لنادي الخمس الليبي وكمان محمد عودة مدرب المقولين السابق موجود هو رخر في الدور الليبي اللي بدى يكتزب عدد من المدربين المصريين اعتقد ده كمان اضافة كويسة هو لما تجد او تتابع النشاط الرياضي الليبي تجد تطور يعني النهاردة عندهم فريق بسكت محترمة على مستوى الاندية والمنتخب كرة طايرة محترمة كرة القدم اديك شايف بيحاولوا واليوم نتائج متطورة ما بقولش ان هي يعني اقوى شيء لكن ما تقدرش تستسل اي لقاء مع الفرق الليبية دلوقتي ومن ثم كل الناس بتحاول يا رب نتعدي يا رب نتعدي لانه الحقيقة اعتقد العنوان الاول له دلالة كبيرة جدا مفيش فايدة من وحنا صغيرين واعتحت ايدنا فيديو يبينلك ها باش موندس واحنا بنضيع وقت ولا ما بنتعلمش ولا الناس احترفت الرغي والهري والهبد ولا دي خطة والحركة في المكان ولا دي خطة وهي خطة تكلم بقى ليه لانه الفيديو ده يا جماعة لملك وكتابة من 12 سنة من 12 سنة بنتكلم في نفس القضايا وبالرد على نفس الناس اللي بتقول نفس الكلام فقضية المفروض قتلت بحثا وكل الناس شايفاها وشايفا الحياة اللي فيها حتى اللي تكلم عنها نفسه احمد حسان ميدو كان على التليفون مع خلد الغندور بيتكلموا على حقوق الرعاية بتاعة الناد الآلي وازاي الاهرام ادى الاهل 140 مليون طب هيدى الزمالك كام حقنا فين ردنا في ملك وكتابة من 12 سنة هتشوفوا الفيديو ده دلالة على ان احنا فعلا الجري في المكان نشوفه الزمالك مقبل على عقد رعاية جديد وشوفنا غريمه التقليدي او القطب الاخر النادي الاهلي بيعمل عقد رعاية تاريخي ب141 مليون جنيه قد تساعده في صفقات جديدة وصفقات مهمة حتى يعود النادي الاهلي مرة اخرى لصابق عهده النادي الزمالك المفروض هيطرح المناقص خلال الايام اللي جاية ولان عقده بينتهي مع وكات الاهرام الاعلان شايف ان الزمالك عنده القدرة التسويقية انه يوصل لنفس مبلغ النادي الاهلي والله يا كابتك كالد اول حاجة ان مبلغ النادي الاهلي طعم للعقد التعمل يعني ما بين الاهرام والنادي الاهلي عقد كبير احنا كلنا نفرح ان النادي في مصر يوصل للمبلغ الكبير ده ومنتظرين العرض اللي هقدمه الاهرام لنادي الزمالك حلينا نقول يعني نقصها بكل المقاييس قاعدة شعبية النجوم اللي موجودة في نادي الزمالك لو المعلم بيدور على انتشار كانتشار النادي الزمالك الانتشار بتاعه زي النادي الاهلي فالنهار ده شي جميل ان احنا نوصل للرقم ده لكن هنشوف العرض اللي وكات الاهرام هتقدمه النادي الزمالك اللي هو المفروض لا يقل بقى اي حال من احواله عن عرض النادي الاهلي ولو قل يقل بنسبة بسيطة جدا انا بقول الكهام ده للجمهور عشان لو نادي الزمالك اتعرض له رقم واقل من الارقام اللي انا موت خايلين انها تجيبنا بكتير اه يعني انا انا فوقي ان الجمهور نتزال مش هسكت لا حولها ولا قوت ايلا بالله يعني بنتكلم في حاجة ده ياخدنا على اسباب الشغف هل من اللاق اولا انك تسأل لاعب في امور ادارة عليا وبعدين امورته خص المنافس ويطلع اللاعب الكالي وبعدين في الاخر يهدد بالجمهور برضو حتى في قضايا الممارسات اللي هي كلها لها اسس اقتصادية انا عايز اسأل بقى الاستاذ خالد غندور مش هسأل كابتن ميدو لان انا مش شأني ان انا ناقش اللاعب انا حسأل مقدم البرنامج اللي سأل لاعب واعتقد انه وراته في انه يقول كلمة في منطال خطورة جمهور الزمالك مش هيسكت لو خد اقلم الاهل ما علاقة الجمهور بموضوع اقتصادي بحث تحدث فيه رئيس نادي زمالك بعقلانية وتحدث فيه اللواء قبيل بعقلانية وتحدث فيه الدكتور اشرف صبحي المعني وقال بنستفيد صحيح من تجربة الاهل ناخد اعلى سعة واسأل سؤال واحد للاستاذ خالد الغندور لماذا لم يلعب الزمالك بنفس قيمة الاهل في السعودية وفي الكويد هل كمان مؤسس الاهرام هي اللي حطت الارقام دي يا جماعة ارحموا اللعيبة انكوا دخلوها في شؤون ما ادخصهاش كابتن ميدو او راجل محترف يعلم ان ما اقدرش ينقش هزي الامور كان في انجلترا بهذا الاسلوب وهو الراجل كل مصر بتقدره كل جماهير بتحبه كل جماهير لكن هو احرجه بهذا السؤال وانا شايف ان كلمة الختام الجمهور مش هيسكت لو الاهرام مدتش وليش معنى الاهرام ما ممكن شاء يعني اذا كان خلد الغندور طرح السؤال فالاجابة من لعب محترف خط تجاره باحتراف برا اصلا انا يعني الغلط من ميدو يختلف عن لو قال كده لعب محادي انا رأيي انه انه اتحطت موقف هو متوقع انه لازم يقول اجابة حتى هذا الرأي يا شمان حتى هذا الرأي لانه ميدو لعب احتراف طويل نجح في تجاره بخارجية عنده من الفكر ومن المتابعة اللي تخليه يبقى عارف ان دي حقوق رعاية حقوق تسويق اعلاني يعني ميدو كلاعب كنج داخل الفريق حجم تسويق الاعلان غير زلو اللاعب طبعا مش مهم الاهرام دفع 141 والشركة اللي بعديه 140 بالضبط يعني خلي الشركة اللي بعديه تعمل 140 ويبقى الاهرام كده كشفناه انه هو منحز للأهل مثلا بس طيب لانه فعلا التهديد بالجمهور مسألة مش كل حاجة هنهدد مش معقولة ابدا يعني اللي حصل في الاتحاد السكنداري واللي حصل في الاسماعيلية وقولنا الاعلان مسؤول قدينا بنشوف اداريين وبنشوف اعلاميين وبنشوف لعيبة بيهددوا بتحريك الجماهير سبحان الله انا قلت ولا حول على القتل بلا من 12 سنة للأستاذ فريم طبعا شايفين أستاذ فريم والوسامة والشبوبية يعني كنا كنا صغيرين يعني انا مكنش صغير صغير 12 سنة وضع عامل يعني عشان ناس يساد انه دام 12 سنة كان ميدوا لعب وخلد الغندور بيحاولوا وجايبوا عشان يقول جمهورة زمالك مش هيسكت طب ايه اختلف ايه ده من 12 سنة دلوقتي بنفس المنهج وبنفس الكلام وبنفس الاسلوب وكل يعلم انه يتعدس بغير الحقيقة ومش مستند لأي واقع ولا أي علم وعارفين ان ده منطق سوق وعارفين ان الاهرام هماشت ده انا قلت جملة هنا ها ورد الطاب بعد كده يجي 7-8 مرات في برامج اخت اخرى قلت لهم ده بيدنج الاهرام كان بينافس شركة خاصة ها الشركة وقفت عند 142 والاهرام وقف عند 145 141 141 141 طب بلاش الاهرام هتخدها الشركة التانية يعني هذا التنافس معنا ان النادي يستحق هذه القيمة ولو كان كمل المزاد كان هنوصل لأعلى من كده بعد دي هتشاء الظروف استاذ ابراهيم يجي الاساس مرتضى منصور وينقلب على الاهرام وقول احنا رفضين ان احنا ناخد القيمة دي ويلغي العقد مع الاهرام والاهرام يرحب فما جلوش حد ويرجع يطلب والاهرام تعالوا ان تعالوا وكمل معنا والاهرام يدي له 25 الف او حاجة زي كده او 40 انا مش فاكل اللي من عايز اقوله الكلام ده معنا واستمر السنين دي كلها والردود واضحة والسوق واضح والرعاية بقى اي تلميذ في الاعدادية يقولك يعني ايه منطق القيمة تسوقية الرعاة ورغم هذا يبقى ما تقوليش انها مش خطة دي خطة انك انت تضرب فيه تشويه الحقوق الاهل وتشويه وعشان كده بلوك يعني ما اضغطوا زي ما انتوا عايزين بصوا يا جماعة في الموضوع ده وقتها من 12 سنة الاهرام خادر عاية النادي الالب 141 الاهرام خرج بعديها في 2017 او 2014 دخلت دخلت شركة صلة السعودية دفعت للنادي الالي 400 مليون يعني في وصل ال140 فضلت توصل لغاية لما في 2014 وصلت ل400 ما كملتش عقداها مع مجلس الادارة في فترة كان دخل بعد صلة بعد صلة لانه الاهرام خرج مع دخول مجلس المهندس محمود طاهر مع مجلس ادارة النادي برئاسة المهندس محمود طاهر خرجت الاهرام ودخلت صلة السعودية دخلت صلة السعودية ثلاث سنين لما جي مجلس الكابتو محمود الخطيب اللي حصل للشركات الرعية وصل حق رعاية النادي الاهل الى كم دلوقت مليار تقريبا لا ده اكتر لانه الطريقة التسوق اختلفت والحوق زادت اختلفت اه انت كنت بتديها لوكالة اه دلوقتي انت في وسيط ايوة وانت بتجيب الرعاة منفردين دلوقتي بيديع بشكل مباشر مع وجود فانت وصلت وصلت في الاربع سنين انت جاوز ستين مليار اه بقى في مسوق في الوسط فانت وصلت انت بتجيب وهو بيجيب لا مش وكالة بتاخدها وتصرف انت بتجيب هو مسوق التسويق التسويق انك تجيب رؤى متعددين انت من حقك تجيب المسوق ده منصق انه هو نظير اعمال ادارية معينة وتنصيق معين بياخد نسبة اذا جاب بياخد نسبة قد كده اذا الاهل واللي جاب نسبته بتقل ونسبة الاهل تزيد فالفكرة كلها ان النهار ده اصبح النادي الاهل يفطن تماما الى انه يستطيع انه سوق مش بقى من خلال وكالة بقى اللي بقوله بتجامله ده لما 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 صوق منفردا وصل لارقام فلكية يقول ان انا استحق عشرين مليار بس هي دايما طرح الاهلي اشمعنا الاهلي بياخد كذا ما هي اصلا مش كعكة هتتقسم على اتنين انت ممكن تكون شايف ان انت تستحق اكتر من الاهلي قول وعمل وسعة لكن فكرة ليه الاهلي بياخد كذا منطق مش موجود في اي حتة في الدنيا الا للأسف في الحالة المصرية لكن بعد فترة ميدو اللي كان وقتها محترف في انجلترا والمفترض كان عارف ان الكلام اللي بيقوله الخلد الغندور هو كلام على سبيل الهاري والهبد وارضاء الجماهير وتصوير الامر ان الاهلي الاهرام بتجامله مشت الاهرام ومشت صلة ومشت بريزنتيشن ومشت ناس كتيرة اوي وقيم الاهلي التسوقية زادت عن بتلعب في مرحلة المليارات لان هي دي قيمة الاهلي في السوق ودلع الطرف بيهميدو بعد كده نشوف القصة لازم نفرق ما بينها يا جماعة ما يفعش نتاخد الرعاية الرعاية اللي هو الراعي الرسمي مش من حق اي حد ان هو يقول انه فلان واخد اكتر مني ده فيما يخص ايه الرعاية ليه لان النهاردة انت المفروض ان انت الرعاية دي انت انت بتعمل البراندنج بتاعك انت المفروض ان انت بتكبره لكن ازا مالك كان لازم ان هو الفترة اللي فاتت يشتغل فيما يخص الرعاية ان هو يعمل ماركتينج تيم خلينا نقول او فريق تسويق يكون فيه خبراء من خبراء التسويق عشان يعرفوا ان هما ازاي لما يخش على الشركة اللي هي بتفوضك ان هي تبقى يعني تاخد حقوق الرعاية بتاعتك ان انت بقى تخش لهم ببريزنتيشن محترمة وان انت تخش لهم ببيزنس كيس تعالي الواليو والقيمة بتاعت البراند بتاعك الزمالك بيكبر البراند بتاعه على طول عن طريق الادوات بتاعته والقناة بتاعته عن طريق حاجات كتيرة جدا الاهلي شطرين بيعرفوا يكبروا البراند بتاعهم بيعرفوا يكبروا البراند بتاعهم صح ده فيما يخص الرعاية في رأيه طيب ده ميدو لما يفتكر انه ميدو اللعيب المحترف صاحب التجارب اللي مالوش مصالح مع حد يبتدي يفاهم الناس الرعي ما تقولش الرعي ما ينفعش تقول للرعي الديني زي ما بتدي فلان وكده ما معناه انه هو اقر بالقيم التسوقية والفوارق وهنا انا بضم صوته للأستاذ إبراهيم الزمالك يستحق اكتر من الاهلي روح خد مش زي الاهلي انت ليه بتقول زي زي الاهلي ما تتجاوز الاهلي مش معنى الاهلي هو المرجعية بتاعتك مش انت شعبيتك اكتر مش انت قيمتك التسوقية اكتر ومش هنقولك طيب مش معنى انت بتاخد اكتر من الاسماعيلي ومن الاتحاد ومن المصري لان في قيم تسوقية لها لها محددات كتيرة جدا منها الجمهرية منها البطولات منها تاريخ بيخش له نصيب من التقييم ساعة ما بيجي الاهلي كم واحد بتفرج ساعة ما بيجي سيرة الاهلي كم واحد بيتفاعل هو ده ساعة ما بيجي غيره كم واحد بتفرج كم واحد بتفاعل هي دي هي دي القيم لما تحط اعلانك مع جهة ماك كم واحد بيتجاوب طيب هو المهندس عدل بيشرح وصول الشغلانة واساسيات اللي المفترض تكون معروفة للناس على كمان الاخص الناس اللي شغالة في المجال الرياضي الامور دي يا جماعة منتهية جدا اللي غير منتهي هو الهري والهابدي ده في نفس المنطقة هو ده الهدف اللي احنا بنقوله لكم تفتكر لانه بعد كده استاذ ميدو لما راجع في كلام وبقى تالت تاني ده لو لو في وقت مش عايزين هتتحول لقضية حلقة لانه مش هنسمح تاني بيقول له مرتضى منصور ما ينفعش الاهل ياخد اكتر مش هنسمح مش هنسمح للاهل ياخد اكتر مش عارف يعني مش هنسمح هتعمل ايه يعني اللي فيده زرار يدوس عليه ببصير طيب معنى كده انك المؤشر بتاع الوعي بالقضية بيتغير حسب الظروب ابو داون حسب واقترابك من سلطة الاصحاب السلطة في النادي وابتعدك عنهم ده معناه ايه انك لما بتختار بتشوف الخطة الموضوعة هو دي النقطة المسألة هل هو مش فاهم لا فاهم طب طب بيكابر لإيه لانه بيبقى فيه منهج وفيه سياق لازم يلتزم بيه جزء من ثقافة المكان اللي بالناس يمتزعل هو هي دي ثقافة انك تنكر وتنكر لحد ما تحاول انكارك إيه لحقائق لان احنا مش مستندين إيه لحقيقة علمية هنا حدش يزعل مني لا ليزعل مني حاجة واحدة يقول لي لا دا ما حصلش اعتذر للجميع حتى لو مقبلوش اعتذاري لكن لو كان حصل يبقى انت مستنكر اننا نستشهد بالحقيقة ليه عمال بتفتري على الاهلي بغير الحقيقة ولما استند إيه لحقائق تخصك تزعل وتهاجم لا لو انا قلت حاجة غير حقيقية اسبتلي وانا والله لا اعتذر لك وقول لك مش حجيب سيرة الموضوع دي تاني الحقيقة واضحة وجالية جدا وكفاية ان انتم شفتوا من وإحنا صغيرين من 12 سنة بنرد على نفس الناس ذات الموضوعات بنفس المنطق وما فيش فايدة لكن خلونا في المهم حق الاهلي على جماهيره اكبر مبدأ ده مبدأ حقيقي ومبدأ صحيح ومبدأ صريح والحقيقة الاسبوع ده كان كابتن سيد عب حفيز مدير الكرة السابق في الاهلي ضيف على الزميل مهيب عبدالهادي الكلام في اكتر من فيديو مش قضية الشخص اللي بيتكلم القضية قضية مالك وكتابة تحديدا لانه من اول مالك وكتابة ظهر في 2011 واحنا معانيين جدا بالحفاظ على تقاليد النادي ونظامه وكنا بنقول ان ده السابت اللي احنا بندفع عنه ودخلنا في مشاكل وخلافات وناس كتيرة زعلت مننا نجوم ولعبين سابقين في الاهلي من ولاد النادي اللي كنا بنشوف ان هم وهم بره العمل في النادي او بره منظومة العمل في النادي بيحصل تجاوز وبيحصل كتير من الاستدراج ليهم على حساب صورة النادي وكنا بنقولهم يا جماعة صورة النادي وقيمته مسؤولية على الجميع ومسؤوليتنا احنا وامنتنا احنا وخط البرنامج من بدايته هو ده الحفاظ على صورة الاهلي وقيمة الاهلي ومكانة الاهلي بجانب حقوق الاهلي الحقيقة مهيبة عبدالهادي حاول استدراك سيد عبد الحفيظ وسيد في الظرف الاعلامي ده تقدره تعتبروه مصدر ساخن المصدر الساخن في الاعلام انك انت تتلقف واحد في لحظة منفعل او غضبان او لسه في سخنيته فتاخد منه اسخن الكلام مهيبة باش مهندس جايب سيد لهذا الغرض اتفركت عليه اتفركت انا يعني اولا لازم احيي كابتن سيد عبد الحفيظ كان عند العهد والتوقع ليه سيد عبد الحفيظ في هذه الحلقة جسد ثقافة المكان الذي نشأ فيه جسد القيم التي تم غرسها في ابناء حقيقيين لهذا المكان زي ما انت قلت فيه ناس زي سيد عبد الحفيظ استطاعت ان هي تخلي الثقافة بتاعة المكان هي اللي تحكمها مش مشاعرها ولا مصالحها فاستطعني يقدم هذا النموذج المنضبط الذي الاحها مرة واثنين وثلاثة على مجموعة من الكلمات اذا كنت فاكر معلش هنعرف اني هنجبهم من واحدة واحدة بس عشان نلخص يعني ايه اذا كنت فاكر ان انا جاي طب ما تشوفوا الاول ما انا ما هنقول اللي هو قالوا ايوه انا هأكد بس على معاني اهو استاذ براهيمة ما يهمنش ولك اقولوا وبعدين ادعموا لا اسمعوا بعد كده علق عليها انت اتعلق عليها قبل ما يتكلم انا سمعتوا نسمعوا مع المشاهدين اللي ما سمعوهوش ونشوف تحليل المنص عدلي لكلام سيد ايه اللي فيه مفيش حديث في الشارع الرياضي الا عن اسباب رحيل كابتن سيد عبدالحافيز من النادي الاهلي عايز احط انوان عريض كده في البداية لو الامر جاي انا فاكرا ان في حسابات مثلا او ان انا جاي اتكلم على اشخاص معينة اتكلم بشكل معين اعتقد ان انا رجل بلغي كل اللي كان بيحصل ده او كل حياتي اللي فاتي دي او كل كل كلامي واقول حاجات انا ما ما عملهاش يعني فده عنوان من فترة قليلة كنت موجود مسؤول في النادي الاهلي فبالتأكيد اللي كان ينفع اقوله وانا مسؤول هو اللي هقوله دلوقتي وفي حتة مفهوم بس مهمة اوي ان انت عايز اكد على سوابت السوابت دي موجودة سواء كنت داخل النادي او خارج من النادي عايز اكد على السوابت دي وحتة المسؤول مش مرتبطة ان انت موجود في النادي ولا لا فبزوشا في النادي ولا لا انت مسؤول جوه النادي ولما تطلع برى النادي ودي مش مسألة امانة وبس دي حاجة مفروغ منها ماينفعش اللي كان ينفع يتقال او ماينفعش يتقال وانت موجود هتقوله النهار دي ايو بس الناس ليه حق عليك طبعا الجماهير اللي لازم تعرف كابتن سيد عبد حفيز اللي ادى زي ما التقريب بيقول 13 سنة في النادي الاهلي في يوم وليلة بتمشي لا الناس ليه حق تعرف بص لو انا وانا كمان ليه حق عند الناس ماشي واعتقد ان اللي شفته اللي شفته حتى في الفترة اللي فاتي دي كان حاجة اكيد هقولها يعني في قصة الكامعة وفي سياق الكلام يعني ممكن يبقى الناس لها حق انها تعرف وممكن انا يبقى ليه حق وانا خدته تالت ومتالت سواء كنت موجود وانا موجود كمسؤول او حتى لما طلعت يعني حتى لما خرجت خدت حقي بشكل حلو جدا 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 ما قدش يتخيله ابدا وفي مواقف لحد ما موت مش هنساها مع حد انا معرفوش خالص او ناس ما كنتش عرفها لكن بيوصلها حجم الشغل يعني لكن النادي الاهلي كمان له حق علي وله حق عند الجمهور يعني في حاجات مهمة جدا اللي لازم تبقى فيها ثوابت السوابت دي لازم نأكد عليها سواء كنت موجود او مش موجود طيب ناخدها فحق النادي الاهلي اعلى تمام اكيد طبعا وده حاجة تحترم ومش غريب عليك لكن خلينا واحدة واحدة كيف تم ابلاغك برحيلك كيف تم ابلاغي برحيلي هو يعني ده ده كان قرار لجنة التخطيط واتبلغت في يوم الجمعة كانت أربعة تمانية بعد مباراة المصري كانت آخر آخر مبارا وده قرار ما فوج مشكلة خالص في أي حاجة في أي حاجة جلسة ولا تليفون لا لا جلسة جلسة لجنة الكرة لجنة التخطيط لجنة التخطيط مع كابتن محمود صالح وكابتن زكريا نصف من أول واحد بلغك هو كانت خطيط قالك إيه لا من خير ما أقول بها لا مش قصدي يعني إنت متخيل لا مش قصدي بس أنت متخيل أن أنا هسرد لك طب بصيلة قالت رحنا وجينا قال لي إيه وقلت إيه وانا رضيت إيه يعني قال لك خلاص أنت كابتن سيد بص الإمام الشفعي الإمام الشفعي تسمع عنه أطبع الإمام الشفعي الإمام الشفعي لخص ده في البيت الجميل أول أنا عندي فلسفة في حياتي كده بمشي بها شوية يعني لو حاجة أو مقولة أو حكمة أو بيت شعر معني ما يبانش علي خالص يعني لكن لو بيت شعر عجبني بعيش فيه شوية تخيل حل آه والله في البيت شعر الإمام الشفعي بيقول إيه بيقول لا خير لا خير في صديق يخونه أو في خليل يخونه خلاه ويلقاه بعد المودة بالجفع ويظهر سرا أو يظهر سرا كان بالأمس قد خفع بأساسي دي طبعا الأستاذ إبراهيم بزكاء جاب لكم أكبر قدر من مقدمة اللقاء عشان فيه أكتر من دارس نقدر نعلق عليه مع بعض دون أن احنا نقعد إيه نقطع ونعمل أول حاجة عجبتني إن أكد سيد أنه إذا لم يتمسك بقيم متقاليد النادي الأهلي يبقى عمره لفدة كله أجذوبة هنا الصدق مع النفس إن يكتوب النموذج اللي أنت عادت طول عمرك تقول إتعلمت في الأهلي كذا تعلمت في الأهلي كذا وماشي عن ما نهج دا لإنك أنت كنت بيتودير نجوم كبار من منظور دا من الثقافة دي فما تتنقاتش تاني دارس قال له إذا كنت فكر إن أنا جاي صفي حسابات فأنا بقول لك اللي ما ينفعش أقوله وأنا مسؤول مش هقوله وأنا بره المسؤولية وعايز أقول لك حاجة تانية ما فيش حاجة اسمها مين يبعد عن نادي الأهل محدش بيبعد عن نادي الأهل حقيقة هو بيبعد عن مراكز معينة لكن النادي الأهلي يسكننا جميعا معنى الكلام يعني استاشت طبعا في الآخر لما ألاحق عليه طب مين مشاكوا مين مشاكش وبتاع عايزه يخبر ويخلق نقطة سخنة وممكن يستدعي بقى على تليفونات وجمهور يتدخل فوقفوا قالوا إمام الشفعي بيقول لك معنى كده إيه معنى كده إنت مالكش دعوة إيه اللي حصل ومالكش دعوة أنا مين بلغني وإزاي أنا مبسوط طبعا مش مبسوط إن أنا مشيت وكانت ممكن زع لي وقال لي شوية لو عرفت قبلها مش في الجلسة كان واضح جدا لكن هذا ليس معناه إن أنا لا مختلف ولا محقون ولا طلع صفح ثبات لإن النادي الأهلي باختصار شديد جدا لاحق على سيد وعلى جماهير النادي الأهلي اللي هي إيه الأهلي فوق الجميع في لحظة ما إذا لم تتمسك بشهر الشعار ويحكمك تهرب منك الأهلي فوق الجميع جميع مين جميع كل المنتمين إليه بما فيهم الجماهير فأحيانا ممكن جماهير كتير بتقول نقاط من وجهة نظرة شافات صح لكن إصارتها يضر نادي الأهلي بلاش الكابتن السيد طالع زعلان ممكن جدا يغازل الجمهير كنت أتمنى وأتمنى وأتمنى فيكسب شعبية أكتر ويكسب تعطف أكتر ولكن هو كده بالصدق اللي قدمه أزعم أن الكابتن السيد يتحط في حتة تانية كمان خالص بالنسبة لجمهير الأهلي وأصبح في مكانة وأنا مويب سأله آخي قال له كابتن عدل القيع بيقول أن مدير كورة صجرت عليك أنا ساعة أتكلم كلام برضو أنا أبيني وأبينك أنا اللي بيجيبه لنفسي آه والله لأن الناس بتاخدوا بالشكل الحرفي عشان تروح موضع في حتة هو منصب مدير الكورة قال له لا منصب مدير الكورة طبعا ده كان الكابتن طريق سليم والكابتن حسن حمدي وقبل كده مش في الكورة ما قالهاش بس الكابتن صالح سليم مفيش منصب صغير في النادي الأهلي على أي حد لكن أنا قلت الكابتن سيد كبر يعني كبر إيه كخبرات أقدر أستفيد منه بشكل أشمل أوسع في مواقع مواقع صاحبة قرار أشمل وأكبر مش معنى كده وهنا أنا لو أنا مقتنع إن فيه يعني خلاص كفاءة كده وده صغير مش صغير علاء بالمعنى المكاني أو بالمعنى الحرفي خبراتي تسمح لي أخدم بشكل أهم أضيف أكتر من مكان أجل أنا بقى أخد ننى عشان أنا مروحش للحد أنا كنت عدو مالجس إدارة قبلها كنت مدير نشاط رياضي سيبت النشاط الرياضي أيام الكابتن عبدو صالح الوحش أي وكنت مع الرحمة الله جميع مع الأستاذ كمال حافظ وقلت للكابتن الوحش هذا الكلام أنا بستقيل عشان أبقى متحرر لأينا حد عم الكابتن الأستاذ كمال حافظ مش عشان حاجة لأينا الراجل دا ما عندوش فرصة غير الفرصة دي والعمر المديد لحضرتك الجايات أكتر قال لي أنا خدت قرار جي بعد كده المدرب أحد المدربين العظماء شخصية كبيرة زي كابتن خليزكي بقى هم ديري نشاط الرياضي بعد ما اتقلت طلبني أن أنا أمسك الاندبوك كابتن الوحش قال لي حتقبل قلت له طبعا حقبل قال لي يعني مش هتقول لي بقى أنا كنت مدير نشاط وهو مدرب قلت له يا كابتن إذا الأهلي محتاج دي حقبل مش هيديني صلاحياتي قال لي قلت لي دا اللي أنا عايزه يديني مطلق الحرية عشان أقدر أعمل لك فريق كويس واشتغلت من الحتة دي وعملنا فريق التسعينات الجبار طيب بعد كده مدير نادي الجزيرة لما قالوا لي تيجي تمسك إدارة التسعيق أنا كنت مدير عامل نادي الآلي وعيدوا مجلس إدارة إدارة جاءوا النادي قد كده في قضة عم جمعة تحت المدرك بنشي حاجة ما أناش عارف مش عارف إيه هي ساعتها فيش ما فيش مرجعية حتى المواصم حمود طاري يقول لي فنش جوب ديسكريبشن قلت له أنتو كان مفروض يعملوه بس أنا هعمله وعملنا إدارة التسوق وعملنا الشركات اللي كان الهدف من هذه الإدارة هل أنا قلت أنا كنت يعود مجلس إدارة هل أزا أقعد هنا ولا أنا إزاي لا لأ لأننادي احتاجني حتى لو في حاجة لسه هلمية مش باينة بالظبط ما تيجي نحاوي عشان نخدم الأهل فاللي بتطبعه لنا نفسي يعني مش حاجة بقى أنكره على حد يا أستاذ إبراهيم هنا اجتزاء المعاني عشان مهيب ما تفهمش قصد إيه من السؤال فسأله بس الكابتن سيد برضو لأنه سريع البديع الرجل قاله وكان يؤفد يقول عني حاجة كويسة قاله ده عايز يجي مني وعايز يكبرني وعايز يقول عليها حاجة طيبة يعني التعبير جي كده طيب يا جماعة كلام الكابتن سيد عب حفيز وتأكيد المهندس عدلي ممكن تاخد منه المبدأ نفسه إنه محدش أكبر أو حق الأهل على جماهيره أكبر لما مهيب بيقول له حق الجماهير إنك تقول له من تمشيت ليه قاله بس حق الأهل على الجماهير وعليه أكبر لو كان يصاري هذا الموضوع يدور إن أنا أحافظ على صورة الأهل والجمهور اللي من حقه يعرف أكيد حق الأهل عليه إنه صورة الأهل تصان وقيمة الأهل تفضل محترمة هي دي المسئولية وعشان كده كتير من زماية الكابتن سيد اللي أكبر منه سنا ومنهم ناس دربوها على فكرة وهو ناشئ يطلعوا يقول لك إحنا تربنا في الأهل وبعد كده تسمع منهم أسوأ الكلام في حق الأهل إشاءات إحنا شربنا مش عارف في النادي الأهل إحنا كلنا وشربنا إحنا كنا بالنام إحنا الأهل صحب فضل علينا وبعد إن دول تسمع أسوأ الكلام هنا محدش حطوا صورة الأهل وراعا قيمة الأهل ده كلام سيد اللي هو لازم أن يكون مبدأ كل اللعيبة القدامة وكل المنتسبين بتوع الأهل ده النموذج ده النموذج وكويس أول إن ده بيقوله هو بر منظومة العمل لأنه متحرر من العلاقة فإنه هو يصون القيمة ويحافظ على تقاليد النادي ونظام النادي مهما كان زعلاه مهما بلغ زعله ومهما كان شايف إن الجمهور من حقه يعرف قال له بس الأهل حقه على الجمهور أكتر ولذلك الجمهور ده حق الأهل عنده أكبر لأنه حامي حمى النادي الأهل هو جمهوره طول ما الجمهور بهذا الوعي وهذه الغيرة وهذا الحرص على النادي وقمته وصرته هيفضل للأهل نموذج مختلف هقول لك حاجة تاني آه من ضمن الحاجات يعني أنا كنت جاي عشان نحاول الإدارة إلى شركة فعملنا وربنا وفقنا وأطلقنا شركة الأهل إنتاج الإعلامي والتسويق والتسويق تحط فيها التسويق وأنا كان القرار أن تدمج بعدما تقمد الإدارة يبقى فيه شركة تدمج الإدارة في الشركة بكل الحقوق بتاعت الإدارة عشان تشتغل بقى في التسويق الرياضي وصدر قرار مجلس إدارة وتم تعييني أو نقلي أو دمج الإدارة في شركة إلى إنتاج الإعلامي وبعدين بعديها بيومين ثلاثة عزمنا في بيت الكابتن محرم الراغب ربنا ديله الصحة يا جماعة دعوله دعوتكم الكابتن محرم الراغب واحد من رموز الآل الكبار والأعطوه طويلا يعني ربنا يمن عليكم الشيفة إن شاء الله رايح أبلى طبق لقيت محمود بجنيد رحمة الله عليه بيقوللي كابتن حسن حمدي بس كده عدلي حيزعل فروح تراجع وتقوله ايه بتمخخ في ايه فضحك قال لي لا أصلحنا كنا خدنا قرار بإدماج الإدارة في الشركة بس في وضع عشان الضرائب مش عارف ايه عايزين نستنى شوية وبتاع فأنا مع اللقطش كابتن حسن قال لي بكرة عايز أعود معك قعد معي قال لي بص احنا قررنا نكتستمر زي ما انت وحناخد جزء من الحقوق تروح للأهل لإنتاج الإعلامي لإنه حنعين نادر السيد قلت له انتواخدين قرار ماجلسة دارة كابتن وانا جاي من نادر جزيرة على عشان اعمل كده ويبقى دين النتيجة قال لي احنا دلوقتي في اللحظة دي احنا شايفين كده حتى لزم اللي قالوا لي عدلي حيزعى قلت له انسبولي عدلي قلت له ما انت ضامن ان عدلي مش هعمل مش ممكن اعمل مشكلة قد أكون أنا في النهاية اللي غلطان ده تصوري هم المجلس دارة شافوا كده جاي كابتن نادر اللي بيقولك فواتم انا نادمان اخو ده زي المكانة ويقعد 14 وما يكملش فانا عايز اقولك حاجة هنا بقى هناك كلام عشان بنقول يصغر ويكبر لأ طالما انك قادر تخدم النادي القالي فانت تقوم بعمل عظيم ولكن اذا كانت خبراتك تسمح لك انك من منظور في مستوى إداري أعلى انك تخدم بوى شكل أحسن هذا ما اقصده ان سيد ازمح في مكانة ناضجة ككدر مستقبل يقدر يعمل حاجة أكبر يضيف أوسع طيب المهندس عدلي ما كانش زعلان من الكابتن حسن حمدي وهو بيقول له على اختيار آخر هل الكابتن سيد عبد الحفيز زعل من كابتن محمود الخطيب وهو بياخد قرار في لجنة التخطيط بشأنه وإيه شكل العلاقة اللي بينهم وهي بسأل الكابتن سيد نشوفه عليه ما هي علاقة كابتن سيد عبد الحفيز بالكابتن محمود الخطيب كابتن محمود الخطيب يعني يعني أنا أقول لك حاجة يوم يوم 22 2011 2011 كان عندنا اجتماع كتر منصق لجنة الكورة وبعدين كابتن حسن حمدي كان هو رئيس النادي وكان كابتن محمود الخطيب هو نائب الرئيس وكان عدو لجنة الكورة وكان كابتن ترسل لي ما الله يرحمه وأنا أنا ما كانش ليا رأي تنفيذي ممكن يبقى فيه رأي استشاري أي طبعا وكابتن حسن دايما في بداية الكلام كده يعني كان يقول على طول في الاجتماعات ودي كانت بتخليني بيجهدني ذهنيا جدا فأول موضوعات فيحب يسمع أراء الناس فيبدأ أبي فاكتشفت بعد كده من الزكاء يعني أنه هو ممكن يكون عايز يعرف عقليتك عايز يعرف بطريقة تفكيرك وجزء تاني أنت لسه بيبي في الإدارة فممكن تسمع رأي مثلا كابتن محمود أو كابتن طاري فتمشي مع رأيهم وخلاص فاتغير وجهة نظرك ففهمت أن المعنى دايما هو دايما كان بيسألني الأول يمكن عشان كده فكان ببقى دايما محضر فهنغير الجهاز كابتن حسن قال لي رأيك إيه فأنا كان رأيي ساعتها كان كابتن حسن البدري بلغ اللعيب أنه يعني مش هيبقى موجود وكده وأن خلاص ده آخر مباراة فأنا كان رأيي شخصي أول مرة أقولها في الإعلام فقلت كابتن هدي خشبا يكمل كان هو مدير كور فقال لا إحنا خدنا قرار أن الجهاز كله هيتغير تراشح مين فقلت له برضو عند رأيي أنا بفضل أن كابتن هدي يكمل فقال لي سايد احنا خلاص الجهاز كله هيتغير رشح حد جديد فرشحت كابتن محمود رمضان فقال لي كابتن محمود الخطيب قال له ورأيك فقال له سدعب حفظ فأنا اتخذت كده يعني شوية فهو واحد من من مسلس أو ضلع من مسلس لو أنا فيه حاجة فقال لي سنة بشتغل اشتغلت منصك يعني فكتباس معيني فواحد من ضلع مسلس لو أنا فيه حاجة على المستوى الإداري كويسة أكيد يبقى له وجوزء كبير منها يعني يعني إنتا سألت قولتك كابتن عدلي ما زالش مع حسن أو زال مع كابتن حسن أو كابتن سيد ما هياش انت في اللحظة دي بتزعل بس انت تتذكر الأهل وتتذكر حاجات كتير جدا كابتن سيد تذكر ان من أول واحد تداله فرصة كمدير كورة طب إزاي حزعل منه لما يبقى له رؤية تانية بعد 12 سنة ما هو زي ما كان له رؤية إنه أجي مكان هادي إن اللي قابليه وهو هادي مكان أسطورة وكان راجل برضو ناجع وكان له مش ضروري إنك إنت لما حد ياخد معاك قرار إنه هو مش مقتنع بيك أو بيأذيك أو بيظلمك أنت بتبقى شايف إن عندك حاجات لسه ما عملتاش ممكن تبقى ظلم لكن حقيقة الأمر إذا كان هذا التصور في صالح الأهلي ولاد الأهلي الحقيقين بيرحبوا وبيشيلوا فوت الصفرة يخدموا على جي مكانهم طيب هنا في الفيديو ده يا جماعة أو في المقطع ده 3-4 نقط في المبادئ بقى بصوا حرص النادي الأهلي وكبار النادي الأهلي على خلق الكوادر سيد عبد حفيز كلام ده من 12 سنة كان أصغر من كده بـ 12 سنة أو 13 سنة قاعد في وسط مين؟ كابتن طار اسليم الله أرحمه كابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحة وطولة العمر وكابتن خطيب ربنا يشفيه وعافيه ويرجع بالسلامة فبصوا لجنة كورة تقيلة قوي حطين لاعب لسه معتازل حديثا لكن شايفين إنه كادر فمبدئيا ده حرص الأهلي على تربية الكوادر رقم 2 كابتن سيد قالك كابتن حسن فضل يسمع أن أنا أول واحد أتكلم وقال له كابتن حسن كان شايف إنه لو تكلم هو أو تكلم الكابتن خطيبة أو الكابتن طارق أنا صغير همش وراهم فبيديله فرصة أقول رأي الأول قبل ما تأثر برأي الكبار عشان أعبر عن رأيي بأريحية إيه رأيك في الجهاز؟ طيب مين يمسك؟ قال له أنا وده إنكر الزاد تالي يعني سيد ما بيفضلش إنه هادي يمشي له هو شايف إنه هادي يكمل فقال له إحنا خدنا قرار إن الجهاز كله هيمشي فلازم أن تقول ترشيح فقال لهم الكابتن محمد رمضان كابتن خطيب رشح كابتن سيد فبصوا سيد نفسه يعني لرشح لبادر إنه يقول مدير الكرة اللي قبله يمشي ولا ساعة إنه ييجي بررشح حد تالت ترشيحه لكابتن محمد رمضان بيلخص حاجات مهمة جدا أولا كابتن محمد رمضان واحد من أعظم وألمع وأزكى وأخلص وحاجات كثيرة يعني أي حتة تحطه فيها حينجح لأنه عنده معايير شخصية مقلمة سمات ندرة يعني الثقافة الكروية العالية جدا عارفه وعايزه بدون ما يسمح لعواطفه إنها تضلله خالص عنده زي كولر كده الهدوء والحدة في اتخاذ القرار كابتن السيد كول رأيه إزاي قالك أنا اشتغلت معاه وإحنا بنعمل الأكاديميات لما جابني مساعد لا الأول مدير أكاديميات المنصورة بعدين خدني مساعد إذن هو تقييم موضوع الواحد اشتغل معاه مفيش حد بيعمل حاجة لأنه بيحبه بيكره ده دول الناس المخلصين للنادي الآله أستاذ إبراهيم وده اللي أنا عايز أقوله يا جماعة بسط مرار أبعوا تفتكروا ما الذي يأتي من خلال صراع لا ينجح في الأهل لا ينجح اللي بيجي إحنا حتى لو كان يعني هو دلوقتي بيجي يقولك إيه وجودي في أي منصب رسمي دلوقتي يحرج بعض الأوضاع في النقل ويخلق صراع أنا مش عايز أحط الضغط على حد وده حقيقي الناس من أول يوم عملت قارن في كل قرار بينه وبين كابتن خالد بيبه فما ينفعش يكون هو من وجهة نظره ضغط على حد وهذه رؤية فيها برضو العنصر مهم جدا في حب الأهل التضحية والأهل فوق الجميع أستاذ إبراهيم يعني هو قال كلام مجاش قال محدش بيسيب الأهل بمجرد عشان ساب منصبه قال لو أنا سيبت الجهاز ما سيبتش الأهل أنا سيبت هي كده محدش يقدر يبعد حد بيحب الأهل بالمفهوم دعاني النادي الأهل حتى لو من بيتهم لأنه في أي لحظة يقدر يخدم هيخدم وهيخدم الخدمة الصادقة أنا بشوف أن كابتن سيد في هذا اللقاء قدم مجموعة من ملامح ثقافة الأهل الصادقة وملامح كيف يكون ابن النادي الأهل السليم شوفوا ده كلام مهم جدا من واحد من حكيم حكماء الأهلي يعني إذا كان المهندس عدلي بهذه القيمة من الخبرة والحكمة شوفوا بيقيم سيد عبد الحفيز اللي ده درس للجميع كبير وصغير في صدق وأصالة الانتماء والإخلاص والاحترام لتقاليد النادي أتمنى أنه كتير من نجوم الأهل الأدام الكبار يقفوا كتير عند كلام سيد عبد الحفيز حتى وغير النجوم الله سيد عبد الحفيز وبيعتقدوا سواء اللي في جيل سيد أو الله ظهر من سيد أو حتى الكبار اللي دربوا سيد وبنسمع منهم كتير من التجاوزات في حق الأهلي يشوفوا مردود الكلام المحترم عند الجمهور الكبير عامل إزاي سيد حكى حاجات يعني أولا لما تكلم عن كابتن خالد بيبو قال لك لا إحنا حصل بنا تلفونين ثلاثة وأنا قلت له في آخر مرة يا خالد أنا أي وقت أنت محتاجني فيه أي رأي أنت عايز تستشرني أنا في بيتي في مكتبي في أي وقت أنا قلبي مفتوح لك وبيساند وبيدعا بس كمان ذكر وقع لأنه أطرفها في رحمة الله قال لك الحاجة تيسير الهواري لما كلمه أولا الحاجة تيسير كان اللحظة الآخر معاد كان مديه لسيد ومكلمه يوميها ويقول له أنا مش هسيبك بره النادي يا ابني أنت ما ينفعشي تعالي فبينهم معاد الساعة اثنين والضهر الحاجة تيسير توفى الساعة اثناشة ونص أو واحدة إلا يعني اتوضى ومستني صلاة الضهر وقعد يقرأ قرآن وكان سيد هيجيله الساعة اثنين حصلت الوفاة وتوفاه الله لكن سيد نقل عنه في الحوار ده أنه الحاجة تيسير في واقعة مباراة 85 بتاعة إيقاف الستاشر لاعب حاجة تيسير بيقول له أنا كلمتك كابتن صالح درس وأنا كلمتك بيقول له أنا كلمتك كابتن صالح وأنا غضبان إزاي ده يحصل ويتوقف ستاشر لاعب وخايف على الفرقة وهنلعب الزمالك والزمالك فول تيم فقال له مين معايا يا كابتن صالح قال له أنا تيسير يا كابتن صالح قال له أيها تيسير مين خدوا بالكم الاتنين يعني أعز الأصدقاء قال له أنا تيسير الهواري قال له أيها يعني أنت مشجع ولا مسؤول بصوا الفصل بس خلاص الحاجة تيسير بيقول ده السيد على مسؤولية المسؤول أنه لما يبقى فيه واحد إحنا كلنا بنحب الآله وكلنا عايزين القرار اللي يقنع نحن لكن في النهاية فيه مسؤول هو اللي خد القرار لكن رد فعل الحاجة تيسير هو بيحكيها من باب أنه مأموس إزاي صالح يقول لي ولا فرحان فرحان أن كابتن صالح نبيني في النهاية فيه مسؤول وفيه مشجع وعلى فكر قال هالي مرة وأنا بقول له الفرقة كابتن وحنسيبها كده قال لي يعني طب حضرتك اللي هتيتحاسب آخر الموسم ولا المدرب ولا أنا عايز تعملي يعني يعني بينبعك على حاجات بالزبط هو ما كانش يقدر يعمل كل حاجة طبعا يقدر بجرة ألم بتليفون من غير ما هيعمل كل حاجة بص في حاجات في النادي الآلي ما يتحصلش غير في النادي الآلي أيوة يعني طاز كورينتا الواقع بتاع الخامسة وتمانين لا لا سيبك منها لا بعد كده اللي هي بتاعة الكابتن طهر أبو زيد لا دي في الله هي استغناء 92 استغناء طهر والأربعة الكبار الكابتن صالح على يد أنا مش هو اللي واخد القرار ده إنما هو اللي تحمله أيوة يعني لما قيل لهم الجائز الفني إذا كنا عايزين الكابتن أنور سلامه مدير فني لو كنا عايزين فعلا نطور الفريق لازم يحصل كذا فالكابتن الصالح خد على عاتقه ما قالش بناء على رغبة الجائز يعني كان يقدر يقولها كده أو يخلي الجائز الفني يكتب له ورقة قال له خلاص هو أنت كده أنا هجيب اللعيب أقعد معاه وأتكلم معاه وأعمل معاه مش عارف إيه إذا المسؤول الكبير لما بيحمي شوف الحماية بقى هو بيحاسبك بشدة زي بيحميك أيوة بيحمي أجهزته أيوة ما يبيعهاش للجمهور وصدرها آه لا ما صدرش إنه طلع كابتن صالح قال له من المدرب اللي عايز كده أنا بقى آه وبيعلن بنفسه أيوة واخد بالك مرحب عشان ما تروحش تبغط على مدرب يمين ولا شمال آه أنا يا جماعة كل كلمة والنبي تماعانوا فيها عشان كده بقولك حبوا الأهلي كما وجدتمو كل دي دروس من الماضي كل واحد فينا عايزين نحب الأهلي بطريقة الكابتن ساد عبد الحفيز عايزين نفكر في الأهلي بطريقة الكابتن صالح عايزين نديري النادي الأهلي بطريقة الكابتن حسن حمدي عايزين نحلم النادي الأهلي بطريقة الكابتن محمود الخطيب عايزين الناس طب أنا أقولك حاجة معلش هاد إحنا عايزين بن دردش لان دي دروس الحقيقة عارف انه عايز يطلع فاصل حقيقة اللي تديه بسرعة اه لا لا تفضل هو كابتن طريق سليم وهو مدير للكورة المنصب صغير ولا كبير عليه لا منصب مناسب وبعد كم سنة يبقى كبير ولا صغير عليه يصغر عليه المنصب يصغر مش المسئولية الفارغ كبير جدا هو كابتن طريق سليم وهو مدير للكورة لو اراد ان يكون نائب رئيس النادي كانت صعبة لا طب طيب بعد وفاة الكابتن صالح لو اراد ان يكون رئيس او نائب رئيس ده فيه ناس حاولوا تترحى عليه قال لهم ايه لا انا انا بخدم نادي القلق في لجنة الكورة اه يا جماعة هنا لما نقول ان خبرات الكابتن طريقات تتحلوا بقى رئيس النادي مش معنى كده ان فيه شغل صغير وشغل كبير انما فيه خبرة خبرة تركمت بقت اكبر من المكان تقدر تفيد بشكل اكثر صحيح عشان والنبي يعني انا هحاول اشرح نفسي مش عارف ساعات يا رب تكون اللي معنى اللي انا عايز اقوله ووصل للناس كلها عشان انا ساعات اتحسب على ما لا اقصده انا اقصد ان احنا تعلمنا كده في النادي اذا ثقافة المكان وديتنا للمعنى هكذا من اتفكير اللي عايز يمسك في القلي بيمسك فيه بالطريقة دي اللي عايز يغير في الثقافة دي هو حر بس احنا بنقول وجهة نظرنا احنا بقى زي انت بتقول ما تصدرش عليا اقولك انت كمان ما تصدرش عليا انا وجهة نظري ان مصلحة الان احنا نتمسك بالسواب الدي عندك وجهة نظر تانية انت حر بس ما تمنعنيش ان انا اختلف معاك فيه ومش عمنعك انك تختلف معايا برده بس انا بقول حبه الاهلي كما وجدتمه لانه هو بيفرز كابتن طارق وكابتن حسن وكابتن خطيب وكابتن سيد وعشرات النماذج الصالحة جد كابتن محمد رمضان بالله عليك هذا الرجل شفت عمرك زعلم النادي الاهلي اطلاق طب اتعرض عليك كم مرة ويقرب ويبعد ولا مرة حاس بمرارة الراجل لو جابوه حيعمل اداء رائع كمهم توقع منه ومجاش يبقى فيه تفكير اخر بطريقة اخرى هم دول يعني وانا دائما اقول ابن النادي او ابني اللي فكرني بمعادة دواء ويجيب لكم بايت المياه داني مش الابن الجيني لان ابن الجيني ده ممكن يبقى في النصي مع اصحابه بيلعب مش فرق معاه لكن كل ام ولادك كل ام ولادك وابنك الجيني ده ما تقدرش لا هو يتنصل منك ولا يتتنصل منه لكن هو تعود عليك بس اللي بيجي لك ده بيشوفك كبير اول لانه جاي لك شرفك من برة فيكون شديد الاتصاق بك اللي انا مش شايفه ده حقهم الاصيل او يقيم اللي جاي فبصوا يعني سلامة الانسان في فكره وفي نفسيته هو انت بتحجر ليه على الناس ما هو من حق الجهة المسؤولة ان هي تقيم ما هو من حق الكابتن صالح يقول للحاجة يسير رحمة الله على الجميع انت مين انت مشجع مش مسؤول قول رأيك براحتك بس انا في النهاية انا اللي صاحب القرار قرار بتاع الاستغناء عن الاربع الكبار كابتن طاهر ابو زيد وكابتن ربيع عسين وكابتن علامة يهوب وكابتن محمود صالح كان الاهل وصل لمرحلة في موسم 92 انه فعلا خلاص معدلات السن كبرت واخر مباراة ليك مع الزمالك اللي طاهر شاطها وايمن شاوي يكملها وخدت الكاس كان واضح جدا في الملعب انه معدلات السن كبرت والفريق محتاج عملية تشبيب ان الكابتن صالح ياخد القرار في لجنة الكورة اه القرار طبعا بتوصية او بتقريب من المدير الفني بس الكابتن صالح خدها في وشه هو وما اعلنش ابدا للجمهور انه كابتن انور سلامة او ان احنا خدنا ده بنان على رغبة الكابتن انور وسلم المدرب للجمهور لا دافع عن القرار بقوته بس كانت النتيجة ايه انه بعد هذا القرار الاقل خد سبع دوري واربعة انت خدت الدوري لما سجلت هادي ووليد وايوب واحمد عفتاح ومصطفى كمال يعني الجيل ده كان طالع ومحمد يوسف مجموعة وهشام حنف بعدهم وجبت صفقات من برة ورجعت حسام وابراهيم عملت فرقة قوية خدت الدوري سبع سنين لو انت ما كنتش اخدت قرار بالقوة دي ما كنتش هتقدر تكمل بالشكل اللي انت كملت به فالقرار قد يبدو في وقته الناس مش فهماه او مش مدركة ابعاده انما صحب القرار قدام منه من المعطيات اللي لما بتختبر بيبان يعني الحاجة يسير الله رحمه اللي كان قلان جدا على الاهل في مباراة 85 ومنفعل وبيكلم كابتن صالح هوه في لندن بالقلق ده كله مش عارف قوة القرار انك انت هتكسب الزمالك وهتكسب المبدأ وهترسي قاعدة قوية جدا جدا جوا الفريق عايشة لغاية دلوقت انه محدش اكبر من الاهل ومحدش ينفع يتمرد على الاهل اعتقد دي كانت لحظة مهمة جدا لعدد من القيم والتقاليد للناس اللي لسه بتسأل يعني ايه مبادئ وتقاليد الاهل نطلع لفاصل وبعض الفاصل كلام تاني مهم وبعد كل ده ممكن حد يخاف على الاهل يعني لما الاهل يكون فيه كل هذه القيم وكل هؤلاء المخلصين الحرصين على هذه القيم وتقاليد النادي تفتكروا حد ممكن يخاف على الاهل شوف طول ما احنا متمسكين جميعا بهذه القيم ومدركين لكلمة الاهل فوق الجميع وبطبقها كلنا على نفسنا من اصغر واحد من مشاجع لاكبر مسؤول ما تخافش على الاهل ما تخافش على الاهل عشان كده بدأت رحلة البحث عن الداستة الاهل 11 لقب في دوري ابطال افريقيا ويبحث عن اكمال الداستة في هذا العام ان شاء الله الاهلي بيستهل مشواره مع سان جورج الاثيوبي فاز في مباراة الزهاب اللي اقيمت بالقاهرة رغبة من الجانب الاثيوبي في انه يلعب المباراتين في القاهرة الاهلي فاز في المباراة الاولى 3-0 غدا ان شاء الله تعالى سبع مساء ايضا في استاد القاهرة مباراة الاياب وهي مباراة الاهلي يدخل الاهلي هذه المباراة بحثا عن نقطة التأهل الى دوري المجموعات سعيا وراء الحفاظ على لقب الاميرة يمكن النهاردة كان الاجتماع الفني لهذه المباراة حضر المهندس سامير عدلي والكابتن ماهر عب عزيز ورقفة ابراهيم ومحمد اسامة اداري الفريق وتم الاتفاق مع المرائب والحكام على كافة الترتبات اتفق ان الاهلي يلعب بالفنيلة الحمراء والشرطة الابيض والشراب الاحمر الزي التقليدي السابت بتاعه وحارس المرمى سيرتدي الطاقم الازرق وفريسان جورج الاثيوبي سيلعب الطاقم الاصفر بالكامل وحارس مرمى باللون الفوسفوري المؤتمر ناقش كافة الضوابط الخاصة بالمباراة وموعد وصول الفريقين الى ملعب استاد القاهرة ان شاء الله المباراة اللي فاتت طبعا انتهت 3-0 زي ما كلكم عارفين مباراة الغد الجمعة قد تشهد عودة رضا سليم للمشاركة الجناح المغربي اللي كان غاب عن المباراة الاولى للإيقاف امتدادا لعقوبة من وقت ما كان موجود مع جليش الملك في بطولة الكونفدرالية العام الماضي لكن كانت مكاسب الاهلي من المباراة الاولى كبيرة وكثيرة جدا اكتر ربما من السلاسة اهداف مارسل كولر المدير الفني تحدث لموقع النادي بعد هذا الفوز المهم عن رؤيته للفوز اللي حصل وايضا نظرته للمباراة اللي جاية نشوفه كان مهم جدا نحن يجيب 3 جوان في ماتش اعطاه ماتش الزهاب فده بيسهل ماتش العودة فده بيسهل فده بيسهل فده بيسهل فده بيسهل ماتش الجاية حيبق المنفس عيز يعمل حاجة ويبدأ يهاجم ويأخد مخاطرة عشان خاطرة اللي عايز يتأهل فده بيسهل لكنه ماتش من بين الجاية ويجب ان تذيخ خطر نحن تبقى لك بعض الامان وثقة وعند تبقى كسبان بعد قسطة أرضك 3 صفر ويجب أنت من الجاية ماتش متابرة كيف حاول ماتش انا اللي شطل اولاني ما عجبنيش خالص. كان لازم نهاجم اكتر من كده. كان لازم ان نضغط عليهم اكتر من كده ونغلطهم اكتر من كده. واحد صفر كانت انتجة قليلة جدا. مجابين او بزاقت ميزوائي تشبيلين دان اوكي. اتجيجنر سيخر اوك نموكلك اي دازن تورشيس. قلت لهم لو فضان لعب ايضا كده وانهم ايضا سيجاجن اوك داد لنا. ونحن لازم احنا اعطي اداء مختلف تماما واحنا مختلف وicoبت لهم ا MIKتل فتم من كده وانهم فهما اتجيجن راه زياد من ايضا. وان اعطيق مهم ان قرار وانهم نتجة ترال له. قلت لهم اعطيق او كده. وان هنهم ان كان تدريجن اوكي هم اجمعين من اجمعين. والطاعة كده. ده مهم جدا ان انت بي عندك قائمة كبيرة واحنا عندنا قائمة كبيرة كل اللعيبة فيه ومستوىات متقربة لعيبة كلها كبيرة ومستوى عالي وده مهم جدا ان بي عندك ماتشات كتير وخصوصا ان انت مهما يكون في عندك غيابات تقدر تعوضها كمان عنصر منافسة بين اللعيبة على مركزها ده برضو بيخلق منافسة مهمة فالقائمة كبيرة تنوع اللعيبة اللي عندنا بيساعدني اننا قدر عمل كمان الوتاشن قدير عمل التدوير لانا لازم هعمله مع عدد المنزلات الضخم اللي عندنا اتواه وكل اللعب بيقادئ احسن ما عنده عشان خاطر يحاول تلعب اكبر قادر ممكن تاسس نطولك ري افعادة عن طريقية. وم stationary ولم لا تعتبرش طويره للاسف مش كافية كعدد ايام على الضغط المتشاطي اللي عندنا وعدد المتشاط كان لازم بفترة رد pin أطول من كده. لكن عشان كده مهمة جدا المتشاط اللي عندنا دلوقتي ان احنا بنحاول عن طريق المتشاط دي وضغط المتشاط دي وشدة المتشاط دي. ان احنا نعلي رتم اللعيبة نعلي الرتم بتاعنا نوصل اللعيبة للحالة البدنية والزهنية اللي احنا عايزينها فاحنا بنستغل المتشاط دي دلوقتي لكده. الناس كلها شافت ان احنا الموسم اللي فات نهينا بنلعب لغاية اخر مباراة في الدوري لغاية اخر مباراة اللعيبة وقف حلقة رجليها حالتها البدنية والزهنية كانت قوية جدا لغاية الاخر. ام ده بيحتاج شغل كتير. احنا بنحاول دلوقتي نشتغل بنفس الشغل ده ان احنا نوصل للاعيبة الاعلى مستوياتها باسرع وقتها ممكن انها توصل لا لا اعلى مستوى بدني وزهني لكن ده محتاج شغل كتير جدا لفترة اللي مع تاني فترة اللي قادش طويلة. ده بنقدر ان احنا نحققه عن طريق المطشاط عن طريق التدريب. احنا دلوقتي مع شدة المطشاط دي كمان ما بيقاش فيه ايام تدريب كتير. ام بتتمرن عن طول الاستشفى تاني يوم. وهكزا لكن هنحاول بقدر بإمكان ان احنا نوصل للاعيبة الاعلى مستوى ممكن. بدني وزهني ونفسي ام باسرع وقتها. مكمو من هناك. انه سعيد جدا بحضور الجمهور ودعمهم لنا. انا اتمنى اف مطش يوم الجمعة الجاية اشوف جمهور اكبر من كده كمان. وعشان كده مهم جدا عن حسن بالدعم ده واللعيبة تحس به الدعم الحديث ده بينقسم الى خمس حاجات اول حاجة تحدث عن المباراة وعالنتيجة وزي هي اداته فرصة يعني انه يرتاح شوية عشان مباراة العودة وقال لا انا مكنش راضي عالشوت الاولاني لان احنا درسنا الفرقة كويس كنا عايزين افضل من كده الشوط التاني تم تدرك الامر لكن نتيجة تلاتة صفر دي بتريحنا في ماتش العودة وبعدين اتكلم على ميزة ان يبقى عندك بدائل متقربة المستوى بالعدد اللي رايحك انك تعمل سياسة التدوير وتريح وانت بتعتمد على انك تريح لعيبة انت ماشي برضو بنفس الكواليتي كله فاهم وكله يعني يقدر يقدي اتكلم بقى على فطرة الاعداد ما كانتش كافية طبعا فطرة قليلة ما لعبوش ما لعبناش فيها ماتشات ودية كافية نقدر من خلال جاهز اللعيبة فنيا وبدنيا وحستعيد بالكلام ده عن الكلام ده بالماتشات الرسمية لان انا ما عنديش فرصة للتدريب قوي انا يا دوبك استشفى بعض الملاحظات التكتكية والعب فحنحاول نوصل لاعلى فورمة وخططية وبدنيا من خلال المبارات لكن يتحدث ايضا عن الجماهير وان الجماهير دي بقولك اللعيب بالمصري بيحب الكورة بيحب الآل اللعيبة اللي عنده يعني بس كمان لما بيشوف الجمهور بيبقى داعم لي بالمنظر ده طاقته اعلى جدا فهو يعني مهم جدا جدا يعني اكد على مهم جدا جدا الدعم الجماهيري وانهم يبقوا متواجدين بالكسافة الواجبة يعني طيب ده كلام مهم وشفت رؤية مستر مارسل كولر عن المباراة وعن بداية رحلة البحث عن الدستاء واحد من نجوم الآلي المتقلقين وابرزهم في المباراة كان حسين الشحات الحقيقة توهج كما لم يتوهج من قبل وده كان رأي الصقر فيه احمد حسن نسمعه العرضة تصدت لكورتين والقائم تصدق الكرة لكاربا لكن شكل الآلي كان افضل بكتير في الشوت التاني هكيد شكل الآلي افضل في الشوت التاني وحاول استغلال الفواس ولكن يعني في حاجات بقى مش بايدك يعني خلاص يعني انت القوائم والعرضة بتشيل اهداف وحظ السائق بالنسبة لكاربا لان فيه اكتر من كورة حطها بشكل كويس اه ممكن يكون في الوقت حتى لو لم يتسجل لك النص انا صحيح حتى في كورة هو عملها ليه عملها بطن جليلية من جد بالزبط يعني ففي حاجات طبعا ما بيبقاش اليوم يومك انت كمهاجم حتى في كورة الورامي ربيعة بردو نفس الحكاية الجمفة راضية حاطتها فقصد ان النادي الاهلي بقى اللي مجهود قدر ان هو يكسب اللقاء حاول ووصل ووصل بكل خطوطه كل الناس حولت امام وصل بشكل جبيل جدا عنده حظ وكمان سيء لان اكتر من كورة شطها بشكل كويس اه بالزبط دولة فرامي هجمات كتيره يعني هنقف هنعد هنعد الهجمات بشكل عام بشكل عام النادي الاهلي اشتغل بشكل كويس جدا 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 النتيجة تنم عن امتلاك النادي الاهلي طبعا اكيد طبعا وفقة ساندورج كمان يمكن احنا زي مشوفنا الشرط الاولاني هم مش من الفرقة اللي بتتكتل وبتوقف لا هم بيلعبوا ومدين مساحات للنادي الاهلي قدر ان هو يستغل المساحات دي حسين الشحات انا بس كان فيه حاجة عايز اقولها يعني زي عنوان المواهبة كده نعم حسين وصل للنضوغ النضوغ نعم نعم حسين الشحات وصل للنضوغ من رأي السقر لكن حسين الشحات الحقيقة واحد من المواهب في العشر سنين الماضية وانا كنت ساعات يعني الان من عدم توفيقه وهجوم الناس عليه لان اعلم ان امكانيات اولا اللعيب ده لو تتابع في المطشات المهمة بيقدم لك لمحات فنية مركة حسين الشحات تشميسة مش عارف ازاي ويجيب جون ازاي وبعدين في الجون بتاع الوداد يعمل ايه وبعدين كل اجوانه فيها فكر ومهارة فيها لمسته وطبيعة وايضا الاهداف اللي بيصنعها فيها رؤية وفيها مهارة هو لعيب مهاري طول ما هم ركز وفي حالة بدنية جيدة وتحركات سليمة اعتقد حسين الشحات يعني زي بيرسي تاو انت عندك في فريق الهال للوقتي السبع تمن اللعيبة بيقدموا لك مطعة كروية تحبوا الكرة تروح له الحقيقة ده فعلا الاهل بقى يبدع ويمتع حتى برأي واحد من المبدعين وليد صلاح الدين نشوف ده 65 مارش الكولر عمل تلات تغييرات لكن هل مع هذه التغييرات حصل تغيير في طريقة اللعب؟ طبعا بقيت 4-2-3-1 بوجود أفشة لقدام وده اللي احنا قلناه واتفقنا عليه قبل المباراة تستحمل تستحمل كده دي تغييرة الراجل بيقول منها ان يا احمد يا نبيل يا كوكا انت بتقدي بشكل كويس فتقدر تاخد أجزاء وبدأت المساحة بتاعته تكتر اشتغل المطش المصري بشكل كويس جدا النهاردة بيشتغل بشكل كويس بديل المروانة عطيه فأحمد لازم عايزة مروانك أخذ انظار كمان نعم عايزة حط عليه ضوء أحمد نبيل كوكا لانه بيقدي بشكل كويس بقيت التغييرات طبعا أفشة زق أكل قدام هنلاقي عدد من الحالات اللي احنا طلبنا اللعيبة بقت قريبة جدا من بعض وبقيت الكورة حلوة بقى فيه خمس أربعة دين تلاتة واحد جات على حساب النهارة الدفاعية النادي الأهلي بشوية في لقطة طبعا فيه تلاتة على واحد لكن يعني بحكم الكواليتي اللي مش أحسن حاجة من سان جورج فالأمور بتعدي طبعا في بعض المبارات الكبيرة مش هيقدر يعمل كده لكن الأهلي راح بكام دي مباراة من مباريات الستة السبعة زي ما احنا قلنا قبل المباراة لانك جايب تلات أهداف ومضيع عدد من الأهداف الغير عادي لكن الأهلي بيشتغل على الضربات السبتة بشكل رائع بصراحة اشتغلوا بكل الجهات تصويب انفراضات ضاب الباص كرات عرضية بكل الطرق وقفشة بصراحة لما نزل هو عبدالقادر لمسة لعيب الحريف بينه بصراحة يا جماعة فيه جملة بتتقال هي يعني قد تحمل بعض اللوم من أداء اللعيبة في الملعب ولكنها في الحقيقة بتنصف هذا الجيل انصاف مختلف لأن كتير جدا بقيت أسمحها ماتش كان ممكن يخلص ستة سبعة واللعيبة لازم تبقى تخلص ستة سبعة أنا ما شفتش جيل بيخلص كل ماتش ستة سبعة في حياتي يعني فإذا كان هذا الجيل مطالب أن معظم ماتشاته تخلص هيفي سكور أو بيخلق سيطرة تخلي الإحساس بكه هذا شهادة لإمكانات هذا الجيل بالضبط فبيلوموه بدا من أنت قادر ما تعمل وعلى فكرة ماتش سان جورج في كرتين في العرضة طبعا هو يعني ممكن كان يوصل لكده فأنا عايز أقول يعني كابتن وليد من أكتر ناس اللي بيدوا جيل ده حققه رغم أنه كان عايزهم برضو يكسب ستة سبعة قياسا إلى قراطن المباراة السيطرة يعني هو معنى أنك انت بس أنا أتمنى أجيب أربعات والناس تقعد تقول ضيعنا فرص كتير هي المشكلة لو ضيعت فرص كتير ومعرفتش تكسب ما سجلتش أبرز ميزة في هذا الفريق دلوقتي يراها أعماد متعب في إيه بالضبط نشوف رأيك يا كابتن النهاردة في أداء النادي الأهلي وصنائيات النادي الأهلي الجديدة وظهور إمام بشكل قوي وحسن الشحاد والسيمفونية اللي بيعزفها والمجموعة اللي موجودة كلها النادي الأهلي بيدي أداء جيد يعني مباراة المصري عمل مباراة أكتر من رائعة وسجل أربع أهداف وكان فيه رتم عالي كان فيه أداء جيد جدا روح عالية جدا مباراة النهاردة النهاردة لديه شوية لعب على قد المباراة لكن في الآخر قدري يسجل ثلاث أهداف حتى نشي حسر أقلق وسجل هدفين رائعين بنشوف إمام عشور بيضاء أقلق بنشوف قبل قدر لما نزل بيسجل نهاردة قدري يخرج بالمباراة 3-0 شكل 3-0 دي نتيجة كبيرة كان ممكن نزيد الأهداف أكتر من كده لكن في الآخر النادي أهلي بيحقق المكتب هو ده مكتب مهم بالنسبة بقت محتار في اختيار تشكيلة للنادي الأهلي بقت محتار من وجود سنائية يعني أقول مرة أقول ريدا سليم إمام عشور مرة إمام عشور حسين الشحات مرة أفشا ينزل مرة تاوي بقى متقلق بشكل كبير لأول مرة من فترة إن أنا أحطار مع فريق في عدد اللعيبة اللي جاهزة بالشكل ده دي ميزة كبيرة ميزة كبيرة للنادي وللمدرب وللعيبة نفسها لأن اللعيب نفسه عارف إن فيه منافس قاعد بره هو زيه ولو نزل هيقدي أداء زيه بالضبط أو هيفيدي فرقة زيه بالضبط المدير الفني عنده حلول لو لعيبه يعني النهار ده ريدا سليم موقوف عندي لأ عندي حلول كتيرة جدا لو لقدر لأ نعم عشور أي لعيب أيا كانت صاد عندي حلول كتيرة جدا فالنقطة دي مهمة جدا المدير الفني وللفرقة واللعيبة بس أتمنى مستر كورر طبع راجل عنده خطرات كبيرة جدا جدا العامل النفسي مهم جدا جدا وده مهم دي أهم نقطة إن اللعيب اللي يبقاعد على الدكاء وهو هيبقاعد ميت تاقي إنه نفس فلعة لكن في نفس الوقت في نفس الجدية ونفس الروح ونفس الإخلاص وده اللي إحنا شفناه معلقة نادلة على مدار السنين صح إحنا بنقلق بس بعض الأوقات لما يكون فيه نجوم كتير موجودة في فرقة إنه يبقى فيه عصبية فيه نربازها فيه بعض لعيبة مدائلة وقاعد عددك إنه حمد لله مش موجود في الناد الأهلي خالص ومش نهوش في الناد الأهلي ومش متعودين عليه في الناد الأهلي فعشان كده كل النجوم اللي موجودة تبقى ضغطة وفايدة جدا جدا للناد الأهلي يعني طبعا النتيجة يا جماعة فيه حتى لما تيجي بعد كده رأي الخبراء اللي تحكمين يقول لك كان فيه ضربة جزاء فيه أفصادات حسبت غلط وفيه يعني كان المباراة مرشحة وكورتين في العرضة مؤكد كان المرشحة النتيجة كبيرة لكن مش هو دي النقطة النقطة إنك إنت يبقى عندك سكواد أو قائمة زي ما قال كابتن عماد بعد سؤال على إن تميز البودلاء والقائمة الكبيرة دي هل مشكلة وهل حل هي لها أكتر من بعد بالمعنى الصحي هي حل بالمعنى الصحي هي بتوصل شيء لللعيبة إنه ما بقاش فيه أساسي واحتياطي وما فيش لعيبة إنما يقضي احتياطي تيقله إنه أحسن من اللي في الملعب ولأنه شايف اللي في الملعب أساسي وشايف نفسه أساسي فخلاص حتة إنك أنا بتسحبني وأنا كنت وحش مش موجودة أنا بتسحب لأسباب أخرى رؤية مستقبلية رؤية خططية لكن كل الأهلي بإذن الله ودي بتساعد على العلاقات في قط اللبس بتساعد على وحدة الفريق بتساعد على الإثار كله بيتمنى الخير لكله بيتبان في عاجات كتير جدا في احتضانهم للصاعد في احتضانهم للوافد الجديد في الفرحة لواحد قاعد برع إن بديله ينزل يوفق ويجيب جون أو العكس يعني كل دي نتيجة وفرة النجوم اللي هي بدأ ما بتخلق نفسنا بتخلق تلاحم وقناعات ده كلام مهم جدا لكن الحقيقة كمان واحد من المتقلقين جدا بروعة إمام عشور إمام عشور عامل إضافة هيلة جدا مع كل الزميلو أنت تحتر دلوقتي تقول مين ما نفزمتش في كل مباراة للأهلي في على الأقل ثلاثة أربعة كل واحد فيهم يستحق يكون رجل للمباراة إنما التقلق إمام عشور على وجه التحديد أعتقد استحق تقدير الكابتن عماد متعب نشوف رأيك كابتن النهاردة في أداء النادي الأهلي وصنائيات النادي الأهلي الجديدة وظهور إمام بشكل قوي وحسن الشحات والسيمفونية اللي بيعزفها والمجموعة اللي موجودة كلها النادي الأهلي بيعدي أداء جيد يعني مباراة المصري عمل مباراة أكتر من رائعة وسجل أربع أهداف وكان فيه رتم عالي كان فيه أداء جيد جدا روح عالية جدا مباراة النهاردة النادي الأهلي شوية لعب على قبل المباراة لكن في الآخر قدر يسجل ثلاث أهداف حتى نشي حاطر أقلق وسجل هدفين رائعين بنشوف إمام عشور وفي أساء الله بنشوف قبل قدر لما نزل بيتجل النادي الأهلي قدر يخرج بالمباراة 3-0 شكل 3-0 دي نتيجة كبيرة كان ممكن نزيد الأهداف أكتر من كده لكن في الآخر النادي الأهلي بيحقق المكتب وده مكتب مهم بالنزل بقت محتار في اختيار تشكيلة للنادي الأهلي بقت محتار من وجود سنائية يعني أقول مرة أقول ريدا سليم إمام عشور مرة إمام عشور حسين الشحات مرة أفشا ينزل مرة تاوي يبقى متقلق بشكل كبير لأول مرة من فترة إن أنا أحطار مع فريق في عدد اللعيبة اللي جاهزة بالشكل ده دي ميزة كبيرة ميزة كبيرة للنادي وللمدرب ولللعيبة نفسها لأن اللعيب نفسه عارف إن فيه منافس قاعد بره هو زيه ولو نزل هيقدي أداء زيه بالضبط أو هيفيدي فرقة زيه بالضبط المدير الفني عنده حلول لو لعيبه يعني النهار ده ريدا سليم موقوف عندي لأ عندي حلول كتيرة جدا لو لقدر لأ إنهم عشور أي لعيب أي أن كان الصابع عندي حلول كتيرة جدا فالنقطة دي مهمة جدا المدير الفني وللفرقة واللعيبة بس أتمنى مستر كولر صابع الراجل عنده خطرات كبيرة جدا العامل النفسي مهم جدا وده مهمة دي أهم نقطة إن اللعيب اللي يبقى عددك أهو هيبقى عدد ميت دايق إنه نفس قلع لكن في نفس الوقت في نفس الجدية ونفس الروح ونفس الإخلاص وده اللي إحنا شفناه معلقة نادلهلي على مدار السنين صحيح إحنا بنيل بيبقى القلع بعض الأوقات لما يكون فيه جوم كتير موجودة في فرقة إنه يبقى فيه عصبية فيه نربازها فيه بعض لعيبة مدائلة وقاعد عددك إنه يدان الحمد لله مش موجود في النادي الأهلي خالص ومش موجود في النادي الأهلي ومش متعودين عليه في النادي الأهلي فعشان كده كل النجوم اللي موجودة تبقى ضغطة وفايدة جدا جدا للنادي الأهلي كل النجوم الموجودة أعتقد كمان كان بيختص إمام عشور بهذه الثقة لكنه المهدسة عدل أشار إلى جزئية الاسكواد المميز للنادي الأهلي وده اللي خل الناس بتحس إنه مين أساسه ومين احتياطي وطريقة اللعب واسلوبه لو هيغيرها مستر مارسل كولر أثناء المباراة نفسها المرة واثنين وثلاثة هيلاقي العناصر اللي تقدر تملك من المرونة التكتيكية اللي نتغير من أربعة اتنين تلاتة واحد لأربعة تلاتة تلاتة لأربعة تلاتة واحد وهكذا هيلاقي العناصر اللي تنفزله ده سكواد الأهلي هو السر الحقيقي في التمايز السنادي ده رأي واحد من فرودة الأهل السابقين الكابتن على إبراهيم نشوف يعني أعتقد بداية الموسم السنادي بداية بطولة مهمة جدا مختلفة عن الدولي مختلفة عن السوبر أعتقد يعني السكواد المدل أهلي السنادي يعني المدل أهلي السنادي ممكن يوصل لبعيد كتير الفترة دي أو السكواد اللي موجود ده أعتقد أن احنا عندنا يقينا أن احنا بطولة مش أقل من 80-90% تحقيق بطولة إن شاء الله صحيح كابتن علاءة طبعا أنت واحد كنت من مهاجمي وهدافي النادي الأهلي نصحتك إيه لمهاجم النادي الأهلي تحديدا اللي دايما بيبقى عليهم الإلعاب الأكبر أو الضغط الأكبر للفينيشنج فيه بالنسبة للهجمات النادي الأهلي وتحديدا مودست وصلاح محسن بالإضافة طبعا لمحمود كهرباء وإن كان كهرباء مستمر من الموسم الماضي يعني عشان تلعب مع فنادي كبير وتبقى رأس حربة لازم يعني أعتقد من ربع فرصة أن أنت تجيبه يعني عشان تستنى الفرصة دي ما أعتقدش هتبقى العيد من الفرقة اللي هي من نفسة على البطولات لكن رأس الحربة اللي بيلعب في فرقة بتنافس على البطولات دايما لازم من أقل لفرصة من ربع فرصة يحرز أهداف فأعتقد يعني أحنا ما عندناش الكوالي تديننا فترة شوية يعني كان أخيرنا أخيرنا في لابيو لكن يعني أعتقد ممكن نشوف حاجة كويسة من أنتوني مودست وطاق لدين تمام برضو الإشادة بالسكواد بتاع النادي الآلي أو قائمة النادي الآلي أساس إبراهيم بتديد أخذنا في حدة تاني بس عشان برضو أفكر يعني الناس كلها إن أحيانا النادي الآلي بيبقى بيشتغل بطريقة مش باينة للناس وبيتحمل تتحمل إدارته الكثير من الهجوم وبعد هذا الهجوم نتيجة قلق الجماهير مش عارفة إيه اللي بيتم وشايفين إن الأهل بطيء وشايفين لكن لما نوصل للنهارده إنه تقلل سكواد بتاع النادي الأهل ما بقاش كده ده مش عمل النهارده ده عمل السنتين اللي وراء بعض أصبحت البدائل كتيرة آه فيه حتة لسه عايزة مؤكد النادي الآلي يا أستاذ إبراهيم لأنه نادي يتحدى نفسه ويتحدى بطولاته لن تتوقف عملية الدعم والتطوير وإذا ما يسموه أب جريد إنك ترفع مستوى الفريق بالسمراء ولذلك لن تتوقف عملية التفكير فيه إنك أنت مهما كان سكواد بتاعك عايز أفضل أو عايز تكمل لحسابات بكرة مين اللي هيكبر مين الصعد اللي لازم يدعم مين الاحتمال يخرج تجاهز له بديل بدري ده أحياناً بيتم من غير من الناس ما تحس بيه لكن في النتيجة بتشوف بتشوف نتيجة معينة إن الفرقة شبه متكاملة شبه متكاملة ده كان كلام مهم جداً في رحلة البحث عن الدستة اللي قال إن شاء الله تعالى الساعة السبعة مساء مساء الجمعة في استاد القاهرة يكون جمهوره في ظهره نصبر على لعبتنا اللعيبة كمان ما يتاح لها من فرص تأتي للمباراة وأي طموح للفريق الأثيوبي لأنه في النهاية المنافس ما عندوش ما يبكي عليه وده في الغالب بيكون أخطر ما يملكه أي منافس إنك تلاعب فريق مش فرقة معه حاجة خالص وما عندوش حاجة يبكي عليه فخلاص بيبقى متحرر من أي ضغوط وده غالباً بيبقى منافس لا يستهام به مهما كانت الحديث عن النتيجة بتاعت المباراة الأولى أعتقد مرسل كورر يهم جداً الحفاظ على الصورة اللي وصل لها شكل النادي الأهلي عشان كده تعرض مرسل كورر إلى كتير من الضغوط ولكن يبقى الإغراء الحقيقي هو البقاء في الأهلي الإغراء الحقيقي البقاء في الأهلي أعتقد إنه مدرب يكون عنده عرض للنادي الأهلي وعنده فرصة يستمر مع النادي الأهلي ويحقق ما يحققه من نجحات مع النادي الأهلي ويرفع سعره للمستوى وللقيمة اللي عليها وضعيته في النادي الأهلي أظن ده الإغراء الحقيقي العروض اللي بيتناولها الإعلام من قبل أندية سعودية رغبة في التعاقد مع مرسل كورر السويسري أعتقد مسألة بتمثل اهتمام إعلامي كبير الأهرام قال أن الكولر يخطر الأهلي برفضه عرض الشباب السعودي ويتمسك بالبقاء لنهاية عقده عودة ريدس ديم ومودست للتدريبات وحؤم بالأزمة المتولي والسولية عفة التاح الجمهورية كمان على نفس الوطن رغم تلقيها عرضا خالجيا مغريا كولر مستمر في الأهلي الشروق أكدت على نفس المنحة وقالت أن كولر بيتمسك بالاستمرار مع الأهلي أمام إغراءات السعودية وأن السويسري بيرفض عرضا من الشباب والأحمر يخشى تحركات الهلال الوفد قالت أن ده كلام نهائي كولر باقم مع الأهلي وقالت أن المدرب السويسري بيرفض العروض السعودية وأن الشرط الجزائي كلمة السر لكن خالد بيومي المحل يعني شافين أن كولر عنده شرط جزائي اللي جيله عرض كبير كده ما يدفع له شرط جزائي خالد ديومي في الجمهورية كتب قال لك حرص جماهير الأهلي على استقبال مدربة السويسري مارسل كولر قبل وبعد مباراة سان جورج الأثيوبي بعد ما قيل عن العروض التي وصلته خلال الأيام الماضية يؤكد حقيقة مهمة وهي مدى اقتناع الجماهير به كمدرب رغم خسارة السوبر الأفريقي وحملة النقدة التي تعرض لها عقب المباراة بسبب التشكيل والتغييرات والأداء بشكل عام وبيقول خالد بيومي كولر أقنع الجميع أن لديه مشروعا يرغب في إنجاحه مع الآهل باختياره أفضل العناصر الجديدة رغم قلتها لكنه يبحث عن الكيف وليس الكم وهو ما وضحت نتيجته في مباراتي المصري وسان جورج شوف أنا أرى أن حرص مارسل كولر أي على تحية الجماهير أي عقب المباراة أي مش بس رسالة إنه بيشكرهم أي لقد رسالة نبي طمنهم أي يعني لو ترجع إنت لحديث سابق من عدة أشهر وهم يتحد كان فيه الجورنال الأجنبي أي وقال له أنت في النمسا جالك عروض يعني أي أو بقالك سنتين ما اشتغلتش أي وقالك كان بيجي لك عروض ولا لا فقال له شوف أنا لما بيكون مرتاح في مكان لا يغريني شيء غير البقاء في المكان أي وأنا الفلوس مهمة لكن مش كل حاجة بالنسبة لي أي يعني يهمه جدا أن يكون مبسوط وحاسن المكان ده هيقدر ينجح ويعمل معاه حاجة وده اللي هو يمكن بدأ يستشعره في النادي الأهلي خاصة أن الحوار دائم بين المشرف على الكرة الرئيس النادي الأهلي ويشعر بثقة النادي الأهلي فيه من خلال الكابتل الخطيب ومن خلال أن الكابتل الخطيب بيأسق فيه لدرجة أنه بيحقق له طلباته بالمظهورة وأحيانا لما بتجيله حاجات بره بره تفكيره وتعجبه وهو كمان بيحس أن النادي فهمه بيجيب له حاجات فيه تناغم فيه تناغم وهو مبسوط من الكيميا دي لأن أنت أحيانا ممكن يجيلك فلوس في مكان هتغامر يعني هو أنت هتنجح أو هتنجح والناس هتتعامل معك إزاي هتساعدك أو هتنفسك هتعاملك بتسلسل قيادي أو هتحطك في مكانك المستحق أنا شاف أن الكولر محق حاجات كتير جدا هنا بوجوده في النادي الأهلي تغريها على الاستمرار وتغري النادي الأهلي في التمسك به ده كلام لأنه الاتنين تلاقية بهذا الشكل من التأدير الحقيقة كابتن أحمد شبير والكابتن وليد صلاح الاتنين كباتن الأهلي والاتنين علقوا على لقطة حفاوت كولر مع الجمهور الرشقة دية أثرت ملاحظة الاتنين نشوفه بالتأكيد الفوز بيولد الثقة والهدوء والراحة النفسية لكن تعالوا شوفوا كولر كان لبالكو كولر كابتن أحمد كابتن وليد وكل الجمهور كل مباراة فيها جمهور هو دائما بيحب يوصل رسالة أنا عايزكم أنا عايز الجمهور يبقى موجود حتى لو العدد قليل شوية لكن تشعر أن فيه كميا جميلة بينه بين جماري النادي الأهلي نشوف كولر كان بيقول إيه أو لغة الجسد كان بيقول إيه رغم أن المباراة سهلة ورغم أن المباراة يعني تمام لكنه هو راح للناس وأعتقد أنه بيدي رسالة ناقعت يعني وهو عجبني الراجل قال للناس في النادر قال لي يا جماعة أنا ما عنديش عروف يعني فيش مدرب بيعمل كده حقيقة بيقلدهم بياخد حركاتهم طريقتهم وراجل يعني كل يوم بيكسب أرضية مع جماهير النادي لأنه مع الجماهير بصفة عامة لأنه ماسمعناش منه كابتون أحمد أي خروج عن النفس راجل محترم مهزب يعني حاجة حاجة جميلة وهو زكي جدا في فكرة الرسائل يعني هو محتاج جمهوره نعم وعايز زي ما حضرتك قلت في الإنترو في الأول عايز يصالح جمهور النادي الأهلي نعم بعد ضياع السوبر فمطش المصر مع مطش النهاردة وهو عارف إن المفروض كان يبقى فيه 30 ألف متفرج نعم فهو رايح لهم عايز يحتفل مع الناس اللي جاب نعم ويقول لجمهور جمهور النادي الأهلي كلهم يعني آه محتاجين كلهم طيب الاثنين من كابتن الأهلي كابتن شوير والكابتن وليد صلاح والاثنين شافوا إنه مارسل كولر راح للجمهور عشان يقول رسالة معينة الحقيقة ظهرت مجلة الأهلي كمان في عدد هذا الأسبوع وعلى الغلاف بتاعها مارسل كولر في هذه اللقطة وكان العنوان الرسالة وصلت الرسالة وصلت من جمهور الأهلي لمارسل كولر بالتمسك به ومن مارسل كولر اللي في الصورة اللي في النص اللي داخل الإطار بيتشعلق يركب على الصور علشان يحيي الجمهور هنا الرسالة وصلت يا باش مهندس في هذا التلاقي رايح جاي وصلت رايح جاي أنا اندهشت لما شفت واقف عصور وبينط وبيروح له وطول ما كان يدر يعني من مكان ويعمل لهم كده وبتاع بس لما تمعانت في الموقف وقريت المنشتات اللي قبل المباراة وربطها أنا حسيت أنه عايزي أكد يا جماعة اللقطة دي هي لمقعداني يعني اللقطة بتاعيدكو دي أنا بالشريقة بفلوس كتير جدا زمانتو بتدفعولي عشان هقلوكو حاجة أنا أيضا أضحي بقيم مادية عشان أنتو بتدوني مردود أنا أنا بيسعدني أكتر من الفلوس وأنا شايف أن العلاقة دي لو استمرت على كده بس ربنا وفق لأن تعرف الكورة دي يعني غدارة ساعات ولذلك رصيده بيسمح يعني أنت الماتش بتقوله ولو تلك ممكن كان بتدت ناس هتهمهم لكن رصيده يسمح أن بمجرد العودة يقدر يوصل في قلوب الناس ويطمنهم إحنا مع بعض شوية ده كلام مهم جدا جمهير لالي ردت بهتاف لمارسل كولر نشوفه موسيقى 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 شوف أنا أقول لك عاجل موسيقى 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 استمتع بالجمهور بس متأخر خد وقت بس لما لما كيميا رجبت ما حدش عرف ياخد مكان ومازال أعتقد يعني إنما أصبح مارس الكورة المرشح أنه يعني خدني جمبك خدني جمبك واخد بالك وبسرعة بسرعة لأن كمان مارس الكورة عنده وش في يشدك في كارزمة ضحكة طيبة كده وبتاع ويكسر حواجز كتير بينك وبينه بسهولة يعني يكسرها مع الجمهور كمان مارس الكورة بينهم كان ممكن يعني إنت لو تذكر لقطة مسيمان يا سيد إبراهيم أول ما جيه أوضح مسك التليفون وبيصور منبهر هو كان مدار بوقتها سانداونز وجاي لعب الأهلي فجاي بقى يستمتع بموزارة هذا الجمهور لكنه اكتفب أن يكون متلقي مش مرسل لم يتواصل مع الجمهور وترك الأمر أن الجمهور هو هيوقف في ظهره من خلال أداءه ففضلت وان وي فما خدش الكريدابيلتي بتاعت أو المصداقية أو الجاذبية بتاعت لا جسي لأنه ما هو أنت مهما قلتلي يا باش مهندس أنت وانا قول إن ما قلتلكش يا أستاذ برايم أنت حاجة كبيرة عندي وفضلت أنت تقول لي كده بس تقول لي إيه إنت أناك دي وفي فاهم بعد شوية إيه عما عدلي أنا قلت كده أيه الله أعلم عمرك إنت مكبرني مكبرني عمال على بطال والله يا برايم ربنا خليك لا أنا بقول لك يعني الإنسان دايما يحب يشعر إن الدنيا هتخد مش هات بس صحيح فالناس اللي بتبقى حسب كده وبتصدر الطاقة دي للجماهير بتكسب عشان كده قلتلكوا الإغراء الحقيقي لمارسل كولر أن يبقى في الأهلي وأن يستمتع بهذا الجمهور وهذا النظام وهذه المنظومة وهذا الإرث البطولي الفريد عالميا نطلع لفاصل وبعض الفاصل كلام آخر مهم أهلا بحضراتكم جديد ما تخافش على الأهلي لأن الأهلي حتى وهو بيبدع ويمتع تسمع من المهندس عدل القيعي كرئيس لشركة كرة القدم أن نحن لن نتوقف عن دعم الفريق وسد النقائص في صفوف الفريق وتلبية احتياجات المدرب في أي وقت لأن الأهلي دايما حريص أنه يطور وهو في قمة نجاحه بادر شوية أسألك على أي حاجة لا ده ده بكلم بشكل عام وأنت كل يوم هتسألني بالطريقة دي وأنا بس تفضل أنت كنت عايز تقول حاجة عن مطسان جورج دلوقتي إحنا لم نتوقف أمام برغبة سان جورج أن يلعب المطشين هنا أنا أرى أن سان جورج حيلعب المطش الأولاني وكان هو أتوقع النتيجة طيب ما يجبني عنده يعمل الآن نتيجة تانية أنا شايف أن هو أعاده في مصر يعني بيحاول يدرس النادي الآلي بأكبر قدر ممكن من التركيز لأن أنت سمعت كلمة واحدة ولا خبر واحد طلع عن سان جورج الأسبوع اللي فات ده نا أكنه مش موجود أكنه متكلم على نادي تاني يحترف ولو جايلنا كنا قلنا ايه تصل اليوم تصل اليوم إنما احنا مش حاسين أكن سان جورج هو مؤكد قاعد أنا هقول لك الخلفية اللي خلتهم يقباله مبدئيا هو ملعبهم هم كنادي ملعبهم السلطات الأمنية هناك متحفظة على أنه مدخلوش جمهور فقالولهم لو هتلعبوا في ملعبكو هتلعبوا بدون جماهير أبقى اياه فهما شافوا هيتحرم من جمهور وفي نفس الوقت حيجي القاهرة يلعب بعدها بيومين هيجي القاهرة ففي شركة وسيطة تدخلت طب ما نوديكم مصر تلعبوا في القاهرة وتاخدوا نسبة من التذاكر وتاخدوا نسبة من عائد البس بتاع المباراة هتتسوى أحسن مكانت هتتتسوى عندهم هو دخلهم رض أكتر اه طبعا وتستنوا للمباراة التانية وراحة بقى وخادوا على المناخ خادوا على الملعب خادوا على الضغط الجماهيري خادوا على وكانوا يتوقعوا وكانوا يتوقعوا ان النادي لقالي ممكن يلعب ماتش في النص تشوفوه أكتر فأنا عايز أقول يعني يعني أنا أتوقع أن يظهر سان جورج أفضل بكتير من الماتش اللي فات عموما ده كلام مهم جدا وأعتقد ان نيكولر مدرب كبير ومدرب محترف وعنده من الوعي ما يكفي أبرز ما في الأهلي في تقلقه الحقيقة أنه بقت فيه سنيات كتيرة سنيات الأهلي تتوهج عيط يا عمر ده مش كلامي ده كلام الزميل عمر أديب الحقيقة عمر أديب دايما بيعبر عن ردات فعله لتقلق الأهلي فباستمرار عنده إففة لازم أن يطلع بيه هو طبعا يبقى متدايق من أنه الأهلي مسيطر متدايق أن الأهلي بيكسب متدايق أنه عمر أدي عمر إمام عشور يتقلق فتلاقي عمر عنده كل هذا الغضب قبل ما هشوف عمر أديب هشوف سيف ظاهر لأنه سنائيات الأهلي ملفتة جدا أنت النهاردة كهرباء وإمام سنائي الشحات وإمام سنائي يرجع رضا سليم هتلاقيه مع بيرس تاو عامل سنائي كبير هتلاقي رضا سليم مع الشحات سنائي السنائيات دي اتفكرتنا بسنائيات الإبداع لأبو تريكا وبركات في لافيو ومتعب وهكذا باستمرار في سويتش يخليك تشعر أن فيه السنائي مرتبط مع بعضه في التحرك كبير لا هو حتى أيام في لافيو ما ندرش يقول سنائيات إنما التحركات السنائية تفرضها بروس المباراة تبص تلاقي لعبة معينة تاكتك معين أكتر من حد حفظا يقدر يعمل سنائي مع أقرب واحد له ما هماش اتنين يعني متنغمين لوحديهم يعني تبص زي ما أنت قلت كده مام عشون مرة يصنع لطا مرة يصنع فيه ربط مع أكتر من واحد لأن التحرك مع بعض السيستم مترسخ عند أكبر عدد منهم والمهارة بتسمح إن اللي معاه كورة يلاقي عنده أكتر من بديل فالثنيات بات يعني تعاول لك حاجة الكورة المبدعة اللي عملها عبد الأحمن ده عبد القادر مع كريم فؤاد آه هي دي مش ثنائية ثنائية مبدعة وع المغمض يأ وبالكعب طب جات إزاي لعبوا مع بعض كتير لأ التاكتك أنا هديك هو خلاص التاكتك بقى كده اللي يديك ايا كان يطلع كريم فؤاد يطلع يديك ويتحرك يطلع هان يطلع كريم فؤاد عارف إنه ما يدي لقى حد لازم يتحرك آه آه أحمد عبد القادر بقى لأنه رجل مبدع هو عنده مهارة لوحده ده موسيقار آه وربنا يهديه ويتكمل إنه يوظف مهاراته بالطريقة الجميلة دي مره لنفسه مره لزميله الناس حتشوف حاجة رائعة جدا الكعب اللي اتعمل به وأنتم محدش يقول لي إن ده عشوائي لأنه عمله على المغمض هو عمله في مساحة يعني هو كان جينه من بعيد عمل الكعب في مساحة لتأكده من إن كريم حيجري وربما ينفرد انفرد وكريم بمهارته التقليدية بوش رجله راح تلافة خدعة الجن وخدت جسمه أنا عايزة بدي دي مسأل لإيه لأنه برضه ما تشوف في مام عشور في ماتشو ودي عملها في النمسا جي منها جوه عملها برسي بالمسطرة على على وش رجله هو بيجري والتالي بمهارته ما تقولتش ما عملتش حاجة خدمت معاه فرح قدر يرقص وقدر يعمل جون جميل أنا شايف السنائيات دي بقى هو عمر بقى محتر يحل على آن سنائي طب نشوف الأول سيف ظاهر عن السنائيات المبدعة في الأهل يالي في شوية تفاصيل كده صغيرة بعض الناس ممكن ما تركز عليها كولر بيحضر جبهات وبيحضر جمل وبيحضر سنائيات وفي عالم كرة القدم إنك تعمل تعمل سنائية تمشي مع بعض دي بتاخد مجهود كبير جدا جدا كولر بيعمل سنائية ما بين اثنين لسه جايين أول مبارح إمام عشور وريدا سليم كولر حاسس إن إمام عشور وريدا سليم حيصنعه فارق كبير جدا 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 في النادي الأهلي ريدا سليم فردة تييلة فردة هتقدر تصنع الفارق مع النادي الأهلي إمام عشور بقى لعيب كبير جدا وحيصنع الفارق مع النادي الأهلي ليه لأن اللاعب اللي يكسب ويكسب 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 بلعيب كويس اللاعب اللي يقع ويقوم بلعيب كبير يبقى شخصية يبقى شخصية إمام عشور بعد أول مباراة حصلت هزة كله متعود إنه يفتح مع النادي الأهلي ببطولة إمام عشور نزل الملعب لعب ما كانش موفق في أول بطولة السوبر الأفريقي ولكن خلاص وخلصنا القصة على كده اللي عمل إمام عشور بيقول إنه هو لعيب يعرف يفصل لعيب يعرف يحط قطن في ودانه فيه لعيب يقول لك ديني فرصة يعني محتاج وقت لا إمام عشور مش بتاع وقت إمام عشور ما كان شغالة من أول ثانية هي وردة سليم على طول خلاص كولر عمل ماراثن داخل لعيبة نادي الأهلي يعني ما فيش حاجة مش قال لدول أنت 11 أساسي وأنتوا تمرانوا ورا الجول لا كله حيجري ورا بعضه كله بيلعب كله بينزل حضيف على اللي قاله الساسييف إن السنائية هو حدد رضا سليم ودا في المباراة دي لكن السنائيات هتبقى بين أي اتنين لعيبة قريبين من بعض يعني إمام عشور هتجده قاص مشترك في السنائيات كتيرة جدا لأنه اللعيم كويس وعنده زكاء طبعا فأنا أنا موافق جدا على إن ده شغل كولر وموافق جدا إن السنائية هتبقى متعددة هنشوف حاجات من دي كتير وبإذن الله يعني أستاذ عمر طب قبل الأستاذ عمر هل هل وضعية الأهل السنة دي العيبة اللي عنده التحديات الكبيرة الوضع مطمئن ولا درجة اللي أتمنان فيه نشوف رأي خبير كبير الكابتن طلعت يوسف التحديات الكتيرة اللي بتواجه الأهل هذا الموسم كتير جدا الأهل عنده زيادة على الأندية المصرية كاس العالم للأندية عنده السوبر ليج عنده البطولة الفراخية عنده النخبة برضه مع 3 فرق مصرية بس فعنده تحديات أكتر بكتير من باقي الفرق اللي معاه في المسابقة أكيد نعم أنا بقول إن كتير على النادي الأهلي نعم لكن السكوات اللي جوه النادي الأهلي كولر من مميزاته اللي أنا ما ذكرتهاش الروتيشن صحيح يعني بيعمل الروتيشن وما تشعرش فيه أوقات تشعر لكن ما بتشعرش بالجاب الكبير اللي يخليك تهتز أو إن أدائك يتغير إلى حد كبير ده مساعد كولر كان في الموسم اللي فات حتى في ظل بطولات كتيرة إنه الروتيشن اللي بيعمله بيخلي اللعيبة دايما في حالة حيوية هلسه نادي المهمة المحلية أصعب من المهمة الأفريقية جوه الدوري لحد كبير هتبقى فيه يعني صعوبات هتواجه النادي الأهلي عشان يحافظ على البطولة هتبقى فيه صعوبات في بطولاته الأخرى نعم لأنه برضو الدوري هيأثر على النادي الأهلي في البطولات الأخرى فهو هيبقى محتاج أنه يعمل بلانس ما بين البطولة دي والبطولات الأخرى مش هتبقى سهلة على النادي الأهلي لا والنادي الأهلي لو استشعر أنه هو في حتة مختلفة عن باقي الفرق هتبقى بداية السقوط نعم هتبقى كولر دي مش عنده نعم هو دائما متحفز نعم دائما قلق نعم دائما عنده ثقة نعم يعني هو الآن وعنده ثقة في قدرات فرقته وفي قدرات لعبته أنا حتى وقت قف عند آخر جملتين أستاذ أبراهيم طبعا هو أشاد بالروتيشن من السنة اللي فاتت مش من السنة دي بس لكن يرى أن التحديات كثيرة جدا محليا وإقليميا ودوليا بحيث أنها بتشكل يعني صعوبات على بعضها بتبقي بزلالها على بعضها فالدوري السنة دي حيبقى أصعب وأنا موافقه أفريقيا السنة دي حيبقى أصعب وأنا موافقه كل الدنيا حيبقى أصعب لكن هو كمان عنده حاجة أنه فهم فرقته أكتر وعنده تعددية أكتر تخليها تحمل الغيابات فالروتيشن عنده حيبقى بشكل أقل أقل هدوءا يعني مش في أقل هدوءا في القلق بس سأل جملتين مهمين جدا قال لو الأهلي ولما بيقول لو الأهلي لو الأهلي لعبته وجهاز الفن استشعروا أن هم في حتة مختلفة عن باقية الفرق بداية الخطر ودي دائما اللي أنا اللي بتقفني الكورة ملهاش أمان لازم ببقى فهمين كده وضمان الجودة في إيدي مش فيه اللي قدامي إن أنا أفضل على جديتي والتزامي وتركيزي واحترامي للمنافس اه واحترامي من نفس وتركيزي داخل الملعب وخارج الملعب دي حاجة النقطة التانية النقطة التانية المهمة جدا هو قلق وعنده ثقة ايه التناقض ده القلق الصحي لما بقى أنا عارف فرقتي وعارف إمكاناتها أبعى عندي ثقة فيه ولكن الآن النتيجة لحظة تهرب مننا فرديا أو جماعيا أو يبقى مش يمنى زي ما حصل أمام اتحاد العاصمة ام مش يمنى مش يمنى تحكميا مش يمنى في حاجات كتير يعني فأنت يعني دائما لازم تبقى واثق وقلق قلق المتفوق أنا بقول لك لما تبقى أنت متعود تبقى الأول على الجمهورية وتخش أي متحان صدقني أن أكتر واحد بيبقى خايف زي وزي اللي مش مذكر خالص هو اللي عايز يطلع على الأول ده كلام مهم جدا طيب سنائيات الأهل بتتوهج وعمر بعيط نسمعوا أخوكو حسين الشحات جاب جنين بصراحة قيمة الجن الأولاني تغزيلة كل شراب بين الرجلين ثم ركنت بانلتي لفت هدايا انبصق يعني بصوا أنا زي مالكاوي بس العامل حسين الشحات نهارده والجن التاني دريب عارفين يعني دريب لكن لا يا سعلي أنا أذكر بكل أسف وبكل حزن ان الجنين هي صناعة إمامية عشورية جن الأولاني إمامي عشوري الجن التاني راح لكهربا وهنا أيضا بكل أسف وحزن وكهربا راح لعبا بالعرض راحت لحسين الشحات حسين الشحات يعيش أعظم أيامه جاي بجنين بجد وخلاص إمام أسست سميه إمام أسست أو أسست إمام إمام لا يفعل شيء غير أنه يعمل أسست ويروح يبوس يعمل أسست ويروح يبوس أهو يعمل أسست كهربا بيقول له قومي أبني كفايا بوس أبوس أنا شوية قال له لأ أنا اللي حبوس لأن أنا اللي عامل أسست وأنا اللي بوس وأنا عيط وعمر عيط يا رب دايما يا رب دايما نسمع منك الكلام ده لأنه بيبقى دمك خفيف جدا وإنت مش كسبان أول ما تكسب وتفتح صدرك بتشوف منك واحد ما نعرفوش تبقى مفتاري واخد بالك مفيش مانع يعني إنك تعير يعني أنا مش عايز أقولها لكن أنا يعني هو بيلخص الحالة الحقيقة يعني بدم خفيف في الحتة دي بيلخص حاجة مهمة جدا بيلخص أنت لما يكون اللعيب لعيب كويس مش بالضرورة يسجل عشان تشوفوا لعيب كبير يعني أن يقيم أنا كنت خايف مندي قوي أن يقيم إمام عشور هو جاب كامجون كنا حنبص نلاقي نفسينا قدام حالة يتيجي يا ما تجيش على فكرة أنت لما تشوفوا جاب كامجون مع زمالك جوان حلو أو حاسمة هتليموا سبعة تمامة جوان مثلا في الموسم لكن الأهم منه تأثيره في الملعب رؤيته دعمه للفريق أنا شفت له لقطتين وحد علق على الكلام ده الكرة يجري ويضغط ويلعبها وما يستناش نتيجة اللعبة تبصت لقيل عامل سبرينت عشان يرجع يوقف مكانه الارتداد السريع ده ده واحد ملتزم بتعليمات أيها ده اللي يقول لك إن اللعب ده ملتزم وطالما إن هو ملتزم وعنده المهارة وعنده الثقة وعنده الرغبة بإذن الله يكمل نجاحه إن شاء الله على فكرة مباراة الغد الأهلي وسان جورج حيديرها طاقم تحكيم من مالي الحاكم بوبو تراوري ومعاه أمدو جوس وفانتا دريس والحاكم الرابع إبراهيم كيتا طاقم من مالي هيتلعه يقول لك أصله الأهلي فيه أليو ديانج من مالي ودول بلديات حتسمعوا الكلام ده لكن عموما أعتقد كابتن طلعك يوسف كان كلامه إنه الأهلي عنده تحديات صعبة جدا وكابتن شوبر عدد هالو لكن ظهر فيها ارتباط شديد جدا وتداخل جدة أبو ظبي ده الممر الصوبر جدة أبو ظبي الممر الصوبر العالمي ليه في ديسمبر اللي جاي إن شاء الله تعالى الآلة حيكون فيه جدة ابتداء من 12 بطولة كأس العالم للأندية تذكر عليها إقبال شديد جدا جماهير الآلة عمل ملحمة رائعة جدا في الإقبال جماهير اتحاد جدة طبعا الاتحاد فريق كبير وجمهوره متعطش جدا عندهم ثقة كبيرة إنه المباراة الأولى حيتجاوزوها مع أوكلاند سيتي النيوزلندي ده المفتاح وبالتالي يخش على البطولة فحجزين يمكن غرفة الفيفا الخاصة بالحجز واللجنة المنظمة في ساعة واحدة كان فيها قيمة الانتظار ربع مليون وفي آخر اليوم وصلت لمليون فيه إقبال شديد جدا من الجماهير السعودية وشديد جدا من جماهير الأهلوية في السعودية وهنا كمان وعشان كده النادي الآلي خاطب الاتحاد الدولي بحثا عن تخصيص كمية لجماهير النادي الآلي المسائل اللي فيه فرد إن الأمور ما تركها لللجنة المنظمة لكن لازلت المفاوضات شغالة في الاتجاه ده والنادي الآلي مجلس الإدارة أسند إلى المهندس خالد مرتاجي أمين السندوق رئاسة بعثة الآلي في كأس العالم للأندية طيب الممر الصومر ماشي ازاي انت حتلعب كأس العالم من 12 إلى 22 ديسمبر وعليك يا باش مهندس الانتقال بعدها مباشرة إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي عشان بطولة الصوبر المصري البطولة هناك عندك مباراة يوم 25 12 مع السيروميكا كيلو باتر وفقا للقرع اللي تعملت مبارح أو مش قرع هي اللايحة اتقال إنه خلاص بطل الدوري باستمرار في الصوبر المصري هيلاعب بطل كأس الرابطة أي أن كان دمين ودمين تاني الدوري اللي هو المرادي بيرامدز هيلاعب بطل الكاس كاس مصر لغاية دلوقتي لسه ما تحددش لأنه يوم 4 أكتوبر يعني بعد مباراة الأهلي وسان جورج الجمعة الأهلي حيستعد لمباراة أمبي في كاس مصر 4 أكتوبر إذا أمبي خرج من البطولة والأهلي صعد للفاينال يبقى اللي حيشارك في مباراة الصوبر في يوتش الرابع الدوري لأن الزمالك الثالث الدوري معاقب ومبعد لانسحابه من البطولة اللي فاتت كانت ساعد هتقالك علشان كهرباء ومعترض على وجود كهرباء مع أنه كهرباء موجود لغاية دلوقت بس هو ده كان السبب المعلن عشان الزمالك يخلع من مباراة الصوبر ويبعد عن مواجهة الأهلي في التوقيت ده السبب اللي تقال مازال قائم لغاية دلوقت والديريا مستمرة بس ما فيش مشكلة إنما هذا الممر الصوبر أباش مهندس فيما بين جدة وأبو ظبي تقاطع فيه إن أنت لو ربنا أراد ولعبت لغاية فاينال كاس العالم هتخلص يوم 22 تسافر أبو ظبي تلعب أول مباراة مع السيراميكا يوم 25 والثلاثة يام دول الفصلين في هذا الممر أنت لو تجاوزت اتحاد جدة اتحاد جدة كما هو مفترض إنه يكسب أوكلند ويقابلك أو أوكلند غالبا اتحاد جدة لو تجاوزت المباراة دي غالبا هتلعب لحد قبل آخر يوم بيوم زي ما حصل في المغرب أي لأن بتلعب تلتوا رابع وتلعب مش عارف إيه هتلعب في السيم الفاينال مع بطل أمريكا الجنوبية فأنت عندك كده كده يعني لو ربنا أراد وكملت الماتش الأولاني اللي هتلعبه لو كسبته هتعد لها تلعب يوم 22 أو 21 أو 21 أو 22 فأنت في كل الأحوال يعني سواء لعبته فاينال أو ما لعبته فاينال لو تجاوز الماتش الأولاني بتاعك هتقرب يا 21 يا 22 كده أنت دي الموعيد بتاعك فأنت هتروح على ماتش سوبر السوبر اللي في الأمارات 25 ماتش سيراميكا سيراميكا وبيرامدز حيكون لعب قبلك بيوم مع فيوتشر أو أمبي أيهما يعني يا فيوتشر أو أمبي فأنت عندك ماتشين هتلعب ماتشين السوبر ده مش ماتش هتلعب لو كسبت هتلعب الماتش الثاني هتلعب ماتشين هتلعب ماتشين يعني إن شاء الله لو كسبت هتلعب فاينال مع الفائز من بيرامدز وفيوتشر أو أمبي طب لو ما كسبتش هيبقى ماتش هتلعب الخاسر هتلعب الخاسر فيها ثلاث طرابة هتلعب ماتشين يعتبر معرفش إيه بقى ثلاث طرابة المهم يعني معتلع عشان توزيع الجواز توزيع الجواز برضو جايزة وممكن يكونوا هيكتفى بكده يعني هما ما أعلنوش عن الفكرة إن أنت هل المهزومين هيلعبوا بعض ما يلعبوا بعض في حالة واحدة لو في جواز مليئ تقام هذه البطولة خلال الفترة من ثلاثة عشرين لثمانية وعشرين بالإمارات حتى هذه اللحظة تم تأكيد مشاركة ثلاث فرق الأهلي بطل الدوري وبرامدز وصيف الدوري وسيراميكا بطل كاس الرابطة في انتظار تحديد الفريق الرابع اللي حيكون بين أمبي وفيتشار مباريات الدور نصف النهائي للبطولة حتجمع المباراة الأولى بين بطل الدوري وهو النادي الأهلي مع بطل كاس الرابطة سيراميكا المباراة التانية ستجمع بين وصيف الدوري اللي هو ببرامدز مع بطل كاس مصر أو من يتأهل يلعب الفائزان من المباراتين في الدور النهائي كما سيلعب الخاسر على المركز التالي يبقى فيه جواز يبقى معنى كده إن فيه جواز عالترتيب البطل 250 ألف دولار ودي الأول مرة تبقى جايزة كويسة ومتدرجة بعد كده مش يعني تلعب ماتشين وكل فرقة هتلعب ماتشين يعني كان ممكن تزيد عن كده كان ممكن تزيد عن كده وأنا أرجو أنها تتطور عشان تبقى يعني ليها بريقة لأن أنت مصرفات أنت مصرفاتك عشان تشارك في مثل هذه البطلات بتتجاوز الجواز المقدمة فنتمنى أن يعني تبقى بداية كويسة يعني نشوف نشوفها كتجربة هي كتابل كده ظن 150 ألف دولار مش كده كانت 100 وبعد كده 150 دولوقتي بقت 250 نشوف الجاهزية طبعا يقابلها ضغوط يعني تبقى تقدمت جدا ودخلت لنص الموسم لكن أيضا هتبقى مضغوط جدا فحنشوف يعني بقدر ما يستطيع يتجاوز الإصابات والضغوط بقدر نجاحه فيه أنه يوصل لأهدافه خلال هذه التحديات البطل بطل السوبر المصري وفقا للنظام 250 ألف دولار الوصيف هياخد 125 ألف دولار صاحب المركز التالت هياخد 75 ألف دولار والرابع هياخد 50 ألف دولار مش دي الجواز اللي توزعت البطولة طبعا بيستضيفها مجلس أبو ظبي الرياضي عشان كده كان فيه نخبة ممثلين لمجلس أبو ظبي الرياضي نشوف في هذا التقرير انطبعاتهم عن السوبر المصري اشتركوا في القناة الإمارات ومصر قلب واحد اليوم سعيدين صراحة بالتواجد في حفل الاتحاد المصري والشركة المتحدة ليطلاق الشكل المختلف اللي راح يعمل بإضافة كبيرة للكرة المصرية من خلال تطوير السوبر بحيث أن يستوعب أيضاً فريقين آخرين اليوم تتكلم عن عدة مسابغات تتكلم عن عدة فرق تسعنة تتواجد في جميع المنصات وبالتالي وجود الأوخار خروج السوبر من أن يكون مباراتين إلى أن يكون أربع عمبريات تعتبر التجربة الأولى على مستوى الوطن العربي وهذه ريادة مستمرة للكرة المصرية في أن تقدم دائماً الأشياء الجديدة في نفس الوقت الزخم اللي موجود للأندية المصرية تتكيه دائماً كان زخم كبير بتواجد الأهلي الزمالك بيرامنزل مصري فبالتالي شفنا أننا مع الأخوة في الاتحاد أنه كل ما توسع عملية المشاركة رح يكون فيها فائدة أكثر أول شيء للمشاهدين لميون سواء كانوا المسافرين أو المتواجدين في المنطقة اللي يحضرون من كل مناطق الخليج لمشاهدة المباريات في العاصمة البوظبي هذه البدال لما يروح لمباراة واحدة رح يكون عندها اليوم الفرصة أن يشوف النادي الأهلي مثلاً في مباراتين وهذه تعطي زخم للجميع يعني النادي الأهلي يكسب من عملية أن يشارك فرطة مختلف التصاعدي وفي نفس الوقت في قيمة مضافة كبيرة سواء كان من ناحية المادية سواء كان من ناحية الفنية وبالتأكيد وجود الفرق الأخرى رح يحفزها أن المجال مفتوح لها للمنافسة المستمرة والشرط أنه دائماً يكون عندنا فريق واحد فائز والبقية خسرانين لا يكون الفريق فائز ولكن مصلحة حتى الفرق اللي يتفوز في البطولات أنها تسحب معها فرق أخرى تخلق منافسة للسنوات القاتلة نحن مجرد أدوات مكملة لرغبة شعبية ما بين شعوب البلدين نحن في نفس الوقت نمشي به ونشوف قدامنا كيف التلاحم اللي موجودة على أعلى مستوى بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وبين فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي في تقوية العلاقات اللي تخرج من أنها تكون فقط علاقات دبلوماسية لأنها علاقات اجتماعية علاقات اقتصادية علاقات صداقة ولحمة قوية في أصعب ظروف كانوا مع بعض في الرخاء في الشدة دائماً الدولتين مع بعض فنحن في الجانب الرياضي نكمل هذا الجزء نكمل هذا الالتحام اللي موجود ما بين الإنسان والمواطن المصري والمواطن الإماراتي على شانتذي نحن المسافرينين حسنوا ببلدنا وانت اللي مجون عندنا تحسنوا ببلدكم وهذا شيء طبيعي الدور اللي ما نخفله بعد دور وزارة رياضة والشباب دكتور رشرف صدغي قاعد يعمل منهجية للتعاون اللي موجود وستراتيجية مهمة العلام المصري صراحة والإعلام الإماراتي اللي هم دور كبير في عملية التواصل وتحبيب الشعبين وتحبيب الرياضات مع بعض على الجانب الرياضي المجال كتير مفتوح فيه تعاون مستمر يعني مش فقط في إطار كاسوبر طرح نحن في عندنا تعاون في جهات أشياء ثانية كتبه ما أقول لك في عندنا سباقات في عندنا معسكرات تقام في مصر نفس العملية في فرق مصرية تزورنا في مشاركات موجودة على مستوى البطولات الدولية من ممثلين البلدين يعني في البطولة العربية اللي في شهر البطولة العربية والبطولة الفريغية اللي رفع الاثقال في شهر عشرة أعتقد آخر عشرة و11 مما يذكر التاريخ بالضبط بس في عندنا نادي بوضايبي اللي رفع الاثقال مشارك فيها بدعوة خاصة للعلاقات القوية اللي موجودة في تعاون في المبارزة في تعاون في كرة اليد في تعاون كبير وإن شاء الله راح تشوفون بعد في تعاون في مختلف المجالات فكل من يعمل سواء كاميدس بوضايبي الشركة المتحدة اتحاد المصري اتحاد الإماراتي لكرة القدم كلهم قاعدين يعملون لأن يحسون عمره لازم أو لابدون يكملوا في التعاون الموجود على المستوى الشعبي مصر هي التاريخ مصر لما قالوا أم الدنيا دي كل ما صغيرة على مصر يعني لما تعد وتشوف التاريخ اللي موجود في مصر ما فيش بلد في العالم في التاريخ ده فيه الترى ده يعني حاجة لو تتكلم كل يوم ما تقدرش تقول اللي في مصر بالتأكيد مختلف الوضع عن مطش واحد وفريقين يلعبوا مطش وخلاص لا راح تكون فيه لدية أكتر راح يكون فيه زخم أكبر راح تكون فيه حضور جماهيري أكبر راح تنافس راح يزيد الجوائز اختلفت فاتصور البطولة راح تكون بشكل مميز جداً يعني بطولة أربع فراء خلال أسبوع لا القصة مختلفة تماماً يعني حدث راح يكون مميز وحدث راح يكون متابع وزخم راح يكون كبير بالنسبة للبطولة هذه العلاقة علاقة أزلية ودايماً احنا نقول مصر والإمارات قلب وشعب وكله كله واحد يعني أنا اليوم في مصر كأني في أبو ظبل كأني في الإمارات والمصري نفس نفس الحاجة ف ده من زمان ده شيء أزلي يعني مباراة وقيمت مباراة ما وقيمتش ف العلاقة هي علاقة أزلية ومستمرة منذ زمن طويل الشيخ زايد يعني ترك الدنيا الآن من فترة طويلة جداً ولينا اليوم نعيش كأنه موجود لسبب لأنه الخير اللي عمله الشيخ زايد في العالم كله خلاص تبقى ذكرى موجودة في كل مكان وبصمة الشيخ زايد على الشعب من صغير لكبير موجودة وراح تستمر يعني داء دي دي الذكرى اللي تركها الشيخ زايد كأنه موجود وكل ما الوقت يصير وقت قديم من توفى كل ما يزيد قرب الشيخ زايد مننا أكتر وإحنا يعني أنت وأنا شايفين التواصل المستمر بين القيادتين السياستين عندنا بين الإمارات ومصر والتواصل الدائم بين القيادة السياسية سواء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظ رئيس الدولة وسواء سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتواصل المستمر بين القيادتين والزيارات الرسمية والغير رسمية المستمرة والشعبين يعني زيارة الشعبين اليوم نشوف الإمارات في مصر يتعامل معاملة طيبة المصري في الإمارات يتعامل معاملة طيبة وده المفروض أن يكون يعني نادي الأهلي ده مؤسسة مختلفة نادي الأهلي ده مؤسسة يعني اليوم لو رحت الوطن العربي كله مش هتشوف مؤسسة منظمة مؤسسة لها تقاليد لها إرث لها نظام زي النادي الأهلي تخش قوة تعرف حاجات يعني مستحيل في أندي عالمية مش موجودة فيها فالنادي الأهلي لا أنا بالنسبة للنادي الأهلي ده حالة متفردة تماما يعني أنا ما تكلمش عن بطولات أنا أتكلم عن نادي كمؤسسة وأيضا الليالتي الموجودة الولاء اللي موجود من الجمهور للنادي ما فيش كذا ما فيش جمهور يعشق ناديه وعنده ولاء لناديه بالصورة دي فيه أندية تحب أندية جمهور يحب الأندية وجمهور متعلق بس أنا أتكلم عن حالة متفردة النادي الأهلي وصل فيها محدش وصل فيها انسى بقى البطولات والإنجازات وكذا دي حاجات الأهلي يعني حاجات أنا أعتبرها بالنسبة له حاجات يعني ثانوية مش رئيسية بس النادي الأهلي لا مؤسسة مختلفة تماما شوف نعد الجمهور أن راح نقدم تغطية مميزة للحدث هذا سواء الاستوديوهات على مستوى النقل التلفزيوني راح تكون تغطية مميزة للغاية وأيضا نعد جمهور الأهلي تحديدا أيضا في مباريات دوري أفريقيا لكرة القدم اللي هو السوبرليك راح نقدم أيضا تغطية مميزة لمباريات الفرق العربية وما فيها النادي الأهلي راح تكون تغطية خاصة وخاصة جدا لجمهور الأهلي بالتأكل يا أخي كلمة ما أقدر أقول لك كلمة عن مصر مصر يعني أكبر من كل الكلام بالنسبة لي أنا أكبر من كل الكلمات مهما ما 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 تقدرش مصر لا ما تقدرش مؤتمر شيء جدا جدا راقي جدا جدا قيمة مصر يعني واضحة جدا قيمة الرياضة المصرية في كلمات حتى الأستاذ عارف العوامي الأمير العام لمجلس أبو ظبي الرياضي ثم تعقيم الأستاذ يعقوب السعدي الذي حرص يقولك الآن ليه تجاوز الألقاب والنتائج بمكانته والحدث حدث يفوق استقبال حدث رياضي وبيؤكد على المكانة المشتركة بين البلدين هي الحقيقة يعني وكأنه ده فعلا عمل ارتباطات المضغوطة قوي يعني احنا كنا بنتكلم في الفقرة اللي فاتت على هذا الممر السوبر الأهلاوي ما بين جدة حيث كأس العالم للأندية ينتقل منها الأهلي إلى أبو ظبي حيث كأس السوبر المصري تمتخيلين أنه كمان عنده كلام ده في ديسمبر عشرين أكتوبر الشهر المقبل إشلالة هيستهل الدور الأفريقي الجديد علشان كده أهلا بالوزير وحقوق الأهلي والغير وزير الرياضة في تنزانيا الأهلي حيسافر تنزانيا حيستهل من دار السلام التحدي الكبير بالنسبة له في الدور الأفريقي الجديد البطولة اللي فيها التمانية الكبار في القارة واللي الاتحاد الأفريقي عمل أرعتها وكان الأهلي على موعد في مواجهة مهمة جدا مع سنبا التنزاني والفائز إن شاء الله تعالى يكون الأهلي موراه زهاب وأياب الفائز حيصعد يواجه الفائز من سانداونز وبيترو أتليتكو فرصة سانداونز أكبر إذن فيه تحديات كبيرة أوي قدام الأهلي في هذه البطولة سيد الوزير العامر فاروق ناب رئيس النادي الأهلي استقبل في مقر النادي في الجزيرة الوفد التنزاني برئاسة الدكتور داماس ندومة وده وزير الرياضة والثقافة كان بيرفقه نييمة سيزة رئيس المجلس القوم للرياضة إلى جانب وفد رفيع المستوى من وزارة الرياضة من السفارة التنزانية في القاهرة لبحث سبل التعاون والاستثمار بين النادي الأهلي والجانب التنزاني سيد العامر فاروق استحب الوفد التنزاني في جولة داخل النادي في حضور الأستاذ خالد مرسي مدير مقر النادي في الجزيرة ووفد من الإدارة التنفيذية الحقيقة الدكتور داماس ندومة تحدث عن قيمة النادي الأهلي وعن الروعة اللي شافها في النادي الأهلي ووجه الدعوة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتون محمود الخطيب لزيارة تنزانيا خلال رحلة الأهلي للقاء السنبة التنزاني يوم 20 أكتوبر إن شاء الله ده في زيارة هذا الوفد الواضح أنه كان موجود في القاهرة عشان يحضر اجتماعات الاتحاد الأفريقي اللي عقدت بالأمس واللي من خلالها تم إسناد تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2027 للملف السلاسي بين تنزانيا وكينيا وأغندل نالوا هذا الشرف وذهبت بطولة 2025 للمغرب لكن ما بين هذه الزيارة لهذا الوفد التنزاني رفيع المستوى لتدخل الأهلي لدى الشركة الإيطالية المختصة ببطولة السوبر علشان الأهلي يحافظ على حقوقه في البطولة وحقوق الغير المهندس خالد مرتاجي عضو مجلس إدارة النادي كان عمل أكتر من اجتماع بالفيديو كونفرنس مع مسؤولي هذه الشركة والأهلي عنده طلبات كتيرة بيطالب بيها والبقية المنافسية كان فيه خلافات بسرعة نحكيها كده بسيطة يعني ولكن مهمة أن النادي الأهلي هم عايزين يصفروا النادي الأهلي بالدرجة العادية الأكونومي يعني أي وعلى طائرات عادية أي والتقرر خلص انتوا القيمة اللي هتكبدوها دي ايه لكن الأهلي بسفر بطائرات خاصة أي أدي أول مشكلة مقابل كده أي إن هم حيلتزموا اللعيبة بتاعتنا اللي إحنا يعني حيبقوا الدوليين زي علي معلول وديانجو في اليابان مع منتخب تونس الشركة الإيطالية بتحديد أنصبة الأندية المنافسة في تذاكر الصفر في تكليف أعباء الإقامة في تذاكر الحضور الجماهيري في عوائد البس التلفزيوني طلب الآله بشكل احترافي جدا من الشركة الإيطالية المتعقدة مع الفيفا والكاف على هذه البطولة إن حقوقه تبقى ظهرة تماما سواء ما يتعلق بالبس أو بالحضور الجماهيري أو مخطبة الاتحاد الأفريقي نفسه أو عدد أيام الاستضافة الاتحاد الأفريقي نفسه يخاطب الاتحادات الوطنية للعمل على الساعة الجماهيرية الكاملة بحيث أن ده يكون التزام بين الاتحاد الأفريقي والاتحادات الوطنية الأعضاء ما يبقاش مسؤولية النادي الوحده واشتراطات طبعا الأمن والسلامة في الملاعب مع سلامة أرضيات الملاعب ده بترجب بقى يا أستاذ إبراهيم الخبرة والاحترافية اللي وصل لها النادي الأهل همش عايز يسيب أي حاجة جدلية لما تروح تلعب وتبتدي تتفاصل وتتناقش وما أنت شعر في راسك من رجليك أنت قبل ما بتتحرك اللي صدفها كم يوم السفر ماشي إزاي كم فرد في البعثة عايز تزود حيبقى على حسابك الحاجات التنظيمية دي مهمة جدا 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 ودي بتعكس مدى الاحترافية والخبرة اللي خدها النادي الأهل من خلال ممثلية ده كلام مهم جدا بيعكس أيضا عمل رجالات النادي الأهل يعني العمر فرو يستقبل الفريق الوفد التنزاني وخالد مرتاجي أيضا يكسف جهوده مع الشركة الإيطالية والالتحاد الأفريقي لبحث كل الحقول الخاصة بالأهل وبالغير من بقية المنافسين في البطولة لا يكاد يا مور رشار لما عندك زرق أو اتنين على هذا المستوى الرفيع من أفارقة وعرب وأجانب هذا يعني مش من فراغ جايين عظيين للنادي الأهل قصديني النادي الأهل لأنه الأهل فعلا شعبيته الكبيرة ضمانة لنجاح أي بطولة ولا تنجح أي بطولة إلا بالجماهير عشان كده قلنا الكرة بالجماهير وسألوا عم بشير كرة بالجماهير وسألوا عم بشير عم بشير أو عم أمشير أمشير ده راجل يا جماعة عشان تشوفوا شعبية كل معه الراجل اللي بيحاول يتسلق الصور ده ده صور نادي جمهورية شبين غزل المحلة الراجل ده جاي وراء غزل المحلة من المحلة عند 84 سنة عايز يتسلق الصور عشان يشوف مطش المحلة وشبين في بداية دور المحترفين فبصوا وقول حتى الشباب ده لغة تلموس يا أستاذ إبراهيم يعني أنت الشغف الشباب اللي معاه كلهم بفنلة المحلة وجماهير المحلة يعني إحنا ما جبناش لقطة تخص النادي الأهلي ده راجل بيشجع المحلة وجاي لشبين ورايح لهم في شبين ومعرفش خش الملعب فبيتسلق الصور عشان يتفرج يعني شوف المخاطر 84 سنة المخاطر يلا كورا اهتم بدأ الحقيقة وأجر الاتصال مع محمد أمشير عشان يقول لمحمد أمشير ده أنت إيه حكايتك فقال لهم أنا قائد المشجعين في نادي غز المحلة المحلة ده بيتي وروحي أنا زعلان أنه هم نزلوا درجة تانية فأنا حفظل وراهم لغاية لما يرجعوا للدور الممتاز أنا بشجعهم من وانا عندي 8 سنين عمري كله كان مع المحلة بحضر كل المباريات بسافر وراهم في أي محافظة وفي أي مكان بروح كنت وراهم على طول في برج العرب قال لهم أنا كنت قريبا من السفر مع منتخب مصر في كاس العالم في إيطاليا كانوا هيختروه محمد أمشير لكن الأسباب تعطلت للظروف تانية دي صرته مع الكابتن محمود الخطيب وهو عرض للموقع صور كتيرة وهو شاب صغير قد إيه كان متفاعل مع الكورة كان دمان تقليد أنك تنزل تطير حمام قبل المباراة دليل أن الملعب ده رسالت سلام سلام صحيح والله كان فيه حاجات جميلة جدا جدا أنا مش عارف إزاي بعد الاحتراف يعني يندسر الصورة الجميلة دي ما تبقاش موجودة قال إن أنا رحت مع ورا المحلة يوم الثلاثة اللي فات لمواجهة شبين الكوم جمهورية شبين لقيت الملعب مقفول ما كانش قدامي إلا أن أنا أحاول أن أطمن على الصور قال بعد ما دخلت الجماهير شافتني وهتفت بإسمي شمال يمين بنحبك يا أمشير وهو الراجل اسمه محمد أمشير بيقول إن أنا كنت سعيد جدا جدا بانتشار الصورة لأنه أنا يهمني جدا إنه فرقة المحلة ترجع للدوري إن شاء الله المحلة استهلة على فكرة الجولة بالفوج الصورة دي لو تحطت فقط اللبس لللعيبة تعمل فيه يا أستاذ إبراهيم آه طبعا مفجرة محفز طبعا يعني الناس في حاجات أبلغ من الكلمات والله عشان كده يا جماعة الكرة مش بس للجماهير الكرة بالجماهير كرة عشان يرفع مستواها عشان تبدأ تحس إن الملاعب فعلا عاملة زي المصرح محدش هيطلع على خشبة مصرح قدام كراسة فاضية وعايزوا يمثل ويبدع ويمتع الناس النهاردة الإسماعيلي على ذكر التأثير بتاع الجمهور جمهوره كان حاضر بأعداد كويسة في مباراة مع غزة المحلة كانت رائعة من جانب الدرويش ومن جانب المحلة الحقيقة الاتحاد السكندري أسف الإسماعيلي والاتحاد انتهت بفوز للإسماعيلي 3-1 على زعيم الصغر لكن إن أنت تلاقي مباراة جماهيرية بهذا المستوى دور الجمهور بيبقى فيها مؤثر الإسماعيلي بداية إفاقة بالنسبة له في الإسبوع الثاني يكسب 3-1 الاتحاد عنده فرصة إنه يعود بعد كده ويرجع لكن دول الفرقتين اللي من ضمن خمس ستة أندية فقط عندنا عندهم جماهير المصر استفاد من بعض الحضور الجماهيري المختصر ليه وفاز على فارقه 1-0 النهاردة نتائج الإسبوع الثاني في الدوري الزمالكة عادل مع المقولين 1-1 وبرامز فاز على البنك الآلي بهدف وسموحة فاز على بلدية المحلة 2-0 فيوتشار فاز على الداخلية 2-1 إن بتعادل مع طلاع جيش 0-0 وزد كسب الجونة 1-0 وتأجلت طبعا مباراة للأهلي مع السيراميكا كيلو باترا الأهلي دايما بيطالب بحق الجماهير في الحضور وأعتقد كلكم فاكرين الحفل الأخير اللي نادي الأهلي كرم فيه كل أبطال الموسم كانت الكلمة الواضحة من الكابت المحمود الخطيب إنه الأهلي بعت للاتحاد المصر لكرة القدم بيطالبوا إنه يطلع بدوره لدى الجهات الأمنية في المطالبة بعودة الجماهير للمدرجات لكل الأندية وقال الكابت الخطيب وقتها إحنا كمان هنبعت لكل الاتحادات الرياضية نفس الطلب بحيث إنه تبقى كل المباريات في بقية الألعاب بحضور جماهيري وشوفنا حتى مسؤولي اتحاد لكرة السلة الأسبوع اللي فات وهما بيتكلموا معنا كابتن عم الطلب قال لك مطلوب عودة الجماهير لأنه صلاة بدون جماهير هي مسارح خوية مش بس مسارح خوية من باب المتعة المباشرة والتواصل المباشر وإن الجماهير إذا بتكون محفزة لكن جدية المسابقة جدية المسابقة لو أنت مش مهتم إن جماهير تحضرها الشعور بعدم جدية المسابقة وجدية الانتظام وجدية تطبيق اللواع وجدية الحكام حاجات كتير جدا يعني بتفقد يعني إحساسها بالجدية والجدوة طيب ده كلام مهم جدا في الكرة وفيه دعوة لحضور الجماهير وأعتقد شفت رسالة عم محمد أمشير رجل 84 سنة وبينط الصور عشان المحلة إمتى المحلة ترجع وإمتى المنصورة ترجع وإمتى المينيا ترجع وأسوان ترجع وأسود ترجع ونشوف الاندية الشعبية دي في الدوري تاني بدل ما تحول لدوري هيئات وشركات صم ده كان هذا الموعد لكن بالنسبة للنادي الأهلي هناك كمان موعد مع البارسة انتبه يا أهلي النهاردة في مدينة بازل السويسرية مقر الاتحاد الدولي لكرة السلة أجريت أرعة كأس العالم لأنديت كرة اليد أسف أجريت الأرعة في بازل علشان الأرعة أو البطولة اللي حتتلعب نوفمبر القادم إن شاء الله من سبعة إلى اتناشر في مدينة الدمان في السعودية الأهلي جيه في المجموعة الأولى معها برشلونة والنور السعودي شوف أنا قلت لك إيه إنه يبعد عن ده وعنده عايزين نبعد على اتنين دور رحنا لهم طيب أنا حقول لكم القرعة بالزبط لكن قبل ما أقول لكم على القرعة لازم نهني فريق كرة اليد الرجالة والبنات المشاركين في بطولة أفريقيا في الكنغو برازافيل النهاردة رجال اليد الآلي فازوا في المباراة الأولى على فاب الكاميروني لأهلي قدم مباراة قوية على صادة الألعاب الرياضية نيكول أوبا في الكنغو قدم خلالها الفريق عرض قوي ديفيد ديفز المدير الفني أشاد برجال الأهلي اللي فازوا 33-18 ما يعكس جدية وقوة في بداية المطولة وتبقى ظاهرة إن الشغط الأولاني يبقى متقارب المستوى والشغط الثاني ينطلق الأهلي ربما تكون أحد ملامح تاكتك وخططي أو تشكيلاتي اللي بيعملها لكنها ظاهرة مستمرة من أول الموز طيب الآلي بيلعب في البطولة في المجموعة الأولى معها جي اس كي من الكنغو الديمقراطية وفاب الكاميروني وبي ام اس الكنغولي قائمة الآلي في البطولة فيها عبد الرحمن طه ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن فيصل وابراهيم المصري ومحمد مجد ونبيل شريف وأحمد خيري وسيف هاني اللي هو فوكس وأحمد راضي ومحمد رمضان ومحمد لاشين وياسر سيف وأحمد عادل وعمر خالد كاستيلو وعمر سامي وأحمد هشام سيسا وعبد العزيز إيهاب زيزو ومحمود عبد العزيز جدو وراضي محمد راضي الأهل فازة على فاب الكاميروني فوكس ده نقوله الحمد لله على السلامة كان عام صليبي وده أول يعني مشاركة معتركات بقى رسمية وتحديات الأهلة يلعب مباراته التانية ضد فريق م سي الكنغولي يوم 30 سبتمبر الجاري الساعة 6 بتوقيت القاهرة آخر مباراة في دور المجموعات الأهلة يلعب فيها مع جي اس كي بطل الكنغو الديمقراطية وده هتبقى الساعة 8 مساء يوم 2 أكتوبر إن شاء الله ده قيمة الرجالة قيمة أو موعيد البطولة بالنسبة لهم بنات الأهل مع الرجالة موجودين في نفس المدينة بيشاركوا في بطولة أفريقيا للسيدات التعديل اللي أجراه للتحاد اليد للتحاد الأفريقي على موعيد مباريات السيدات خلى الأهل هيفتتح البطولة في مباراته مع جراندي سيل الكنغولي بكرة الجمعة إن شاء الله في الساعة السادسة مساء إذن بكرة 6 مساء مساء الجمعة بنات الأهل مع جراندي سيل الكنغولي الأهل بياخد تاني مبارياته هتبقى مع فريق نزيكو الكاميروني يوم 1 أكتوبر الساعة 2 ظهرا والمباراة الثالثة لبنات الأهل في المجموعة هيكون مع بريميرو الأنجولي يوم 2 أكتوبر الساعة 6 مساء وقيمة بنات الأهل فيها من نطلاء السيد وفرح الشازلي وأمينة هشام وفرح حازم ورانا راضي وتوأ كامل وفي فلندا دي سيلفا ودونجو كامارا ورحمة محمد وملك أحمد وروان سعيد ودنيا سقر ونوال خليل وأمينة عاطف وسار الخولي ونصر عيد وليلة حمد وشاهد الشواربي دي قيمة البنات كرة اليد النسائية تشهد طفرة جميلة سواء عن ناشئات أو الكبار لأن الكبار كانوا محرومين كمان من المشاركات الدولية فالناشئات يعني خادوا كل الاهتمام بالفترة للفترة عملوا عملوا على مستوى المطشاط اللي فاتت الإقليمية حاجات كويسة جدا نتمنى نشوف ترجمة من فريق النادي الأهلي لهذه المستوى المتطور طيب القرعة بقى بتاعة كأس العالم شوفوا احنا بنتكلم يا جماعة كرة يد احنا كنا بنتكلم الأسبوع اللي فات على الأهلي والسلة وكأس العالم للأنديها في سنغافورة نهاردة بنتكلم الأهلي كرة القدم ترتيبات كأس العالم في جدة وده ترتيبات كأس العالم أيضا لكرة اليد اللي حتبقى في الدمام القرعة حطت الأهلي في المجموعة الأولى معه برشلونة والنور السعودي المجموعة الثانية فيها فوكس برلين الألماني والكويت وسان فرناندو الأرجنتيني والمجموعة الثالثة فيها ماجد بيرج الألماني وجامعة كوينزيلاند الأسترالية والخليج السعودي والمجموعة الرابعة فيها كيلس البولندي وسان فرانسيسكو الأمريكي والنجمة البحريني الآله توج بلقب كاس السوبر الأفريقي للمرة الثالثة في تاريخه بعد ما فاز على الزمالك سبعة وعشرين أربعة وعشرين ليحجز مكان في كأس العالم للأندية اللي هي السوبر جلوب عشرين تلاتة وعشرين المشاركة التانية للأهلي على التوالي بعد ما شارك في نسخة العام الماضي ودي المشاركة الرابعة في تاريخ النادي في كأس العالم للأندية بشوانز يعني مش معقولة أن برشوريات حتى في المستوى أنه يلعب هو الأهلي يعني في مجموعة كنا نتمنى طبعا نروح لمجموعة التانية ولا الرابعة حتى مع لينا الأهلي بإذن الله قدوا عدود ويقدروا يقدموا حاجة كويسة حيكونوا خادوا مجموعة من المبارات قبل كده الإفريقية اللي هي تدعاكم شوية ده موسم العالمي للأهلي السنة انت كاس عالم طبعا كاس عالم سلة كاس عالم يد كاس عالم خورة والسلة كانت عند الموعد كنات منها تكمل بطريقة لكن كويس برضو إنما خبرات برضو لا خبراته محدش عمل نحن حتى لما رحنا كاس العالم للكورة في 2005 ما كانش في خبرة خالص نترايح بالفريق المتوحش بتاعك بس أنت تجهل المسابعة نتمنى بقى إن إحنا بإذن الله دي تاني مشاركة لنا في كاس العالم نتمنى إن إحنا نكون يعني نستفيد كخبرة يعني مطش الأهلي وسان جورج الأسيوبي بكرة سبعة مساء نقولتلكوا تاقم التحكيم المالي توقعاتك لا سيب على الله نعملها بنفس الجدية عشان يدركنا نفس التوفيق بإذن الله تخاف إن النتيجة بتاعت المطش الأول ما حبش تخلي الناس مريحة شوية وهم أنا بقول لك هما فيه غموط دلوقتي جايلك من راحة بقى له مسبوع عادين عندك في مصر تفرجوا على مطشات وفيديوهات طب لو هتقول حاجة للعيبة قبل المبارئة لا يعني أنا ما أدأ يعني أو لهم يعني الالتزام بكل ما يقوله كولر اللعب على قلب رجل واحد كلنا اللي له حظ يشارك أو ينزل بديل أو حتى قاعد على الدكة يبقى فاهم إن دوره لا يقل أهمية عن اللي موجود في الملحب وزي ما شفتم بدأنا الحلقة بالتأكيد على سوابط وقيم وتيمورك الجماعية اللي أكد عليها كابتن ساد عب حفيز وشوفنا عرض الفيديو بتاعه وانتهينا إلى إن الأهل موجود في كأس العالم للأندية في التلت بطولات الجماعية دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في التساع مساء الإسنين القادم إن شاء الله أسبوع الخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر